موسيقى اول حد عاقب حسين الشحات كان مدير الكرة في النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيز بمجرد انتهاء المباراة تم عقاب حسين الشحات وحسين نفسه راح اعتذر لللاعب واللاعبين وللجماهير العربية والمصرية وكل حاجة تاني يوم الاهلي النادي الاهلي قرر في وجود الكابتن محمود الخطيب طبعا رئيس مجلس دارة النادي الاهلي والمشرف على الكرة عندما ناقش الامر مع مدير الكرة وجد انه المبلغ المخصوم من حسين الشحات يجب ان يتم زيادته فتم زيادته تاني يوم فاقل من 24 ساعة كابتن حسين الشحات تقبل هذه العقوبة واعلن عن تقبله هذه العقوبة وانه هو اخطأ وانه يجب ان يتحمل خطأ وانه هو بيعتذر لكل الناس الجمهور العربية والجمهور المصرية وبيعتذر لقدارة الاهلي وبيعتذر لزميله واعتذر للاعب نادي بيرامتز طيب وسط كل هذه الامور كان هناك من يحاول من بعد من لا يشجع نادي الاهلي يقولك ايه اه هو دي عقوبة انتوا بتتحكوا علينا انتوا بتعملوا كده بس عشان خطر حسين مش عارف ايه انتوا صح ولا مسصح حضراتكم كنتوا بتسمعوا هذا الكلام طيب النهاردة كان فيه مباراة ما بين النادي الزمالك ونادي الشباب السعودي وخص النادي الزمالك 1-0 براكل الجزاء 1-0 طيب اثناء المباراة كان هناك احداث في هذه المباراة وحصل شدة ملعب زي ما انا قلت يوم على حسين الشحات هل حضرتك سمعت من ساعتها لغاية دلوقتي او منذ انتهاء المباراة لغاية دلوقتي ان هناك من يعاقب من اخطأ اذا كان هناك انا معرفش انا معرفش ولكن اذا احنا شفنا كلنا فيديوهات وشفنا المطش وشفنا كل حاجة اذا كان حد تفوه بانه هو ضرب حد بالبوكس ولا اذا كان حد تفوه بالكلام وقال كلام يعني ماينفعش يتقال هل حد طلق عاقب الناس دي بغض النظر النهاية انا دايما بقول ان مثل هذه الامور بتبقى شدة ملعب وجهة نظري لان انا يعني كنت اتشرف باللعب كنت قدم في عارف ان الواحد سعب بيبقى متنرفز على رغم انه ممكن ضربت الجزاء تكون صح وممكن تكون الامور جيدة جدا جوا الملعب والحاكم ماشي كويس جدا ولكن شدة الملعب دي بتبقى مختلفة لما انا قلت كده قالك انت بتدافع عن حسين الشحات انا عمري ما كنت هدافع عن غلط عمري ما كنت بدافع عن غلط سبحان الله بعدها في اقل من اسبوع والعشر ايام بيرجع حق النادي الاهلي من الناس اللي قاعدت تتكلم وخلاص من الناس اللي قاعدت تقول اي كلام لكن هناك فارق كبير جدا ما بين تعامل النادي الاهلي او ادارة النادي الاهلي او ادارة الكرة بالنادي الاهلي واي حد تاني النادي الاهلي عندما ينظر بينظر للاخلاق والقيم والمبادئ لا ينظر لاي امر اخر لا ينظر لاي امر اخر على الجانب الاخر اذا كان هناك من اخطأ سواء باليد او بالتفوه بكلام مايصحش يتقال صمت تام على هذا الامر ما حدش بيتكلم في هذا الامر ولا حد طالب بالاعتذار ولا حد بيهاجم الموضوع ولا حد بيعاقب ولا حد بيقول فين المبادئ فين الاخلاق فين المش عارف ايه على الرغم من النادي الاهلي مرة تانية لم ينتظر الكلام اي حد النادي الاهلي ما بصش لأي حد من الكلام اللي بيحصل ده النادي الاهلي عندما اتخذ قرار اتخذ قرار خاص ببلد خاص بقيم ومبادئ خاص باخلاق الناس كانت بتسأل ايه هي مبادئ النادي الاهلي سبحان الله سبحان الله اللي غلط بيعتزر وبيتعاقب الاول وبعدين بيعتزر وبيتقبل العقوبة بعد كده حتى لو عقوبة مغلزة بالمناسبة حتى لو عقوبة مغلزة وهو موقف ممبلغ مش قليل ولكن الفارق كبير جدا بالمناسبة التطبيق العملي لكلمة المبادئ والاخلاق اللي حصل من الاهلي في وقعة حسين الشحات واتكرر قبل كده كتير في وقعة اخرى اخطأ بعض اللاعبين وعقبهم النادي الاهلي حضرتك بتسألني المبادئ فين فبقولك هي دي المبادئ لكن دلوقتي هل حد بيجيب سيرة المبادئ من بعد مباراة اللي اتفرجنا عليها او اللي ناس اتفرجت عليها لغاية دلوقتي ما حدش اتكلم ما شفتش حد كتب حاجة ما شفت انا مستني كنت انتظر ان يتكلم احد في هذا الامر ولكن ما حدش بيتكلم ما حدش بيقول اصله ده درب مين اصله عمل ايه البطولة العربية مش عارف ايه لا 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 خالص ما حدش بيتكلم ما حدش بيتكلم اصله العلاقات ما بين مصر والمغرب فاكرين لما قالوا كده على لاعب مصري بيلعب في النادي الاهلي ولاعب مغربي بيلعب في النادي مش اتخنقوا انا بسميها نرفازة ملعب ومش حقول اكتر من كده حتى في اللي حصل النهاردة بقول ان هو نرفازة ملعب بالمناسبة ولكن انا بقارن موقف بموقف موقف ادارة نادي بموقف ادارة نادي وبقارن ما بين ردود فعل حصلت هنا ما بين الاهلي وبيرامدز وردود فعل اخرى حصلت في المباراة النهاردة هنا ردود الفعل شفتوا حضراتكم كتعاملة ازاي اه حسين الشحات والحقه المصر والمغرب والمش عارف ايه وصلت لحتة واسماء وارقام كبيرة جدا وحوادث كتيرة جدا هنا انا مش شاف حاجة مش شاف حاجة فين حضرتك يا اللي كنت طالع بتتشدق بالمبادئ وبتقول هي فين مبادئ الاهلي اهي مبادئ الاهلي هاي وبالمناسبة هو لا يتم تطبيق العقوبة عشان يتقال مبادئ الاهلي ولا اقولك لا هي بيتقال كده عشان الشباب يتعلموا والناس تتعلم والاطفال الصغيرين يتعلموا ان النادي لما لقيني باتكلم او انا او غيري من الاهلوية او من بيتشرفوا بان هما يشتغلوا في قناة الاهلي لما يجي نتكلم عن الاهلي ومبادئه يعرفوا ان احنا بنتكلم عن حاجة صحيحة مش مجرد كلام وخلاص مش مجرد واحد يطلع في تريفون والناس تقوله كذا 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 صح مظبوط عندك حق مش ده اللي بيحصل اين المبادئ اين الاخلاق اين مبادئ الاهلي اتمنى ان انا لاقي المعايير واحدة ولاقي ردود الافعال واحدة سواء في الاعلام الفئوي او حتى الاعلام او اكتر الحقيقة للاعلام العام الاعلام الفئوي انا بعرف تماما يمكن القناة الاهلي عندنا احترام لاسم النادي الاهلي كبير جدا 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 يخلينا دايما بنتبع نفس الاسلوب ونفس الناك لكن انا هنا لما اتكلم عن الاعلام المحايد لازم يجب ان يكون نفس المصطرة يا جماعة زي ما بتكلم مع الحكام او عن الحكام هنا بقول الحكم لازم يدي قدام الاهلي او مع الاهلي او مع الزمالك او مع الاسماعيلي زيه زي بقية الاندية كل الاندية نفس السفارة لازم لو واحد زق هنا يبقى لازم تحسب هنا برضو يجب أن يكون الإعلام المحايد بنفس هذا الشكل أتمنى أن ده يحصل عمرنا ما حنسخن الدنيا وصلخ نعمة بين المصر والسعود ما فيش الكلام ده ما حدش هيطلع يقول الكلام ده كما بدأت كلامي مع عحسين الشحاد ببدأ كلامي النهاردة في هذا الأمر ما هي إلا أن رفزت ملعب وهي على فكرة الدنيا دوارة يوم لك ويوم عليك زي ما حضرتك شايف في ثانية إيه اللي حصل الدنيا تقلبت وتحطيت في نفس الموقف إحنا كلامنا ما تغيرش ولن يتغير من إسلام لمهاند سعدلي للأستاذ إبراهيم لفارس لبقية اللي موجودين أسامة حسني هيسم هاني رمزي مع الاحتفاظ بالألقاب طبعا لكل الناس نهواند وكريم وإحمد سمير ومحمد سعيد كلهم هتلاقونا بنتكلم بنفس الشكل وبنفس الكلام كلامنا مش هيتغير هي معايير واحدة دايما عندي عند غيري عند دا عند دا لكن الآخرون زي ما حضراتكم شايفين في ثانية الدنيا لفت دلوقتي صمت القبور لا حدش بيتكلم لا حدش بيفتح بقه عسين الشحات مع لعب بيراميدز زي ما حضراتكم شايفين لغاية امبارح وللغاية قول امبارح الناس بتتكلم اصلا رفع قدية اصلا عمل مش عارف ايه طبعا كل واحد يعمل اللي هو عايزه هو حر انا مش عايز اتكلم كتير في القصة دي ولكن انا بس حبيت اوري حضراتكم امر كان بيحصل معانا او ضدنا من اسبوع سبحان الله النهاردة بتجد ان بالفعل مبادئ النادي الاهلي واخلاء النادي الاهلي هي اللي دايما بتكسب خلينا روح للاخبار الحلوة انا مكنتش هكلم في هذا الامر ولكن خلينا نروح للاخبار الحلوة النهاردة الاهلي بيضم ريدا سليم مهاجم نادي الجيش الملكي لمدة اربع سنوات وذلك من خلال اعلان انضمام ريدا سليم الى صفوف الفريق الاول لكرة القدم لمدة اربع سنوات قادمة ايضا يحق اضافة سنة اخرى لمدة العقل اذا ما راغب النادي الاهلي في ذلك وزيما حضراتكم شفتوا بقى خلال الايام اللي فاتت دلوقتي قدر اتكلم عادي او يعني مفتوح زي ما حضراتكم عارفين اليومين ثلاثة اللي فاتوا سمعتوا ميدو واللي عملوا والحكاية والرواية وده يتكلم من هنا شوية وده يقول لك اسلو جاي عندنا شوية وده هنا هنا وفي النهاية اهلا بيك رضا في النادي القرن الافريقي اهلا بيك في اكتر الاندية العربية والافريقية والتاني عالميا في التتويج بالالقاب القرية اهلا بيك وسط كتيبة المارد الاحمر واهلا بيك في القلعة البطولات الاهلي بيشتغل وبيخلص شغله في هدوء من غير درداء من غير اي دوشة تعاقدات النادي الاهلي في اطار احتياجات الفريق بن قسين انا دايما بيقولها كده احنا ما بنكتش في حد ولكن هي احتياجات الفريق بنبص للمستقبل مستقبل بتاع فرقاتنا عشان نحافظ على ايه على البطولات والتطوير اللي بيحصل سنة ورا سنة ورا سنة النهاردة بينضملنا رسميا نجم الكرة المغربية ريدا سليم الحقيقة اللي اتعمله فيديو تقديمي رائع الحقيقة بيتكلم عن علاقة مصر والمغرب وابن بطوطة وان ابن بطوطة المغربي الرحالة المغربي سافر من خلال الى السعودية من خلال مصر وبالتالي نفس الفكرة الحقيقة فكرة رائعة جدا انا باشكر كل القائمين عليها وبقولهم هيلين الحقيقة يستحقوا كل التحية اللي قائم على هذه الفكرة لانها فكرة بتربط مصر بالمغرب على أسس قوية جدا ومن 700-800 سنة الكلام اللي او يمكن اكتر كمان الكلام اللي انا بقوله فبالتالي فيديو تقديمي رائع جدا فيه قصة فيه موضوع فيه حكاية فيه حاجة بتتعامل فيه جملة بتتعامل حاجة حلوة بتتعامل عموما خلينا نشوف تقديم رضا سليم لاعبا في النادي الاهلي ونرجع نكمل كنا رضا من موليد 99 بيلعب في مركز الجناح الأيمن والأيصر ويجيد صناعة اللعب شارك هذا الموسم الماضي يعني في 39 مباراة سجل 13 هدف سنع 14 هدف شارك إجمالا مع الجيش الملكي في 115 مباراة وسجل 32 هدفا وصنع 26 هدف حقق مع الجيش الملكي المغربي بطولة كأس العرش موسم 2020 والدوري المغربي موسم 2020 22-20-23 فإذا مع منتخب المغرب للمحليين ببطولة أمم أفريقيا عام 2020 الحقيقة رضا سليم من المواهب الرائعة اللي إن شاء الله يستطيع أن يستفيد منها النادي الأهلي خلال المرحلة القادمة مرة تانية لما بيجي ما بنيجي نجيب لعيب مش أنا أي حد في العالم بالمناسبة يعني لما بيجي يجيب لعيب يتم تقييمه بناء على أشياء كثيرة جدا فيه سكواد كبير داخل النادي الأهلي بيقيم اللاعبين اللي حييجوا ويجب أن يكون هناك موافقة من المدير الفني أنا بس كل شوية بقول هذا الكلام لأنه الناس لازم تفهم السيستم اللي ماشي في النادي الأهلي إزاي فلما بيبقى فيه موافقة من النادي من مدير الفني للنادي الأهلي بيتعامل سكواد محترم عن هذا اللاعب بيتقال إن هو يناسب النادي الأهلي ولا لأ بيناسب النادي الأهلي بنجيبه النادي الأهلي من المفترض إن هو بيتكيف وبيبقى كويس واللي إحنا عايزينه منه بيعمله مفروض ولكن ممكن ما يحصلش كده كرة القدم فيها كل شيء كرة القدم أهم حاجة طبعا أن أنت تلعب كرة بشكل كويس في الملعب ولكن محتاج أن أنت تركز محتاج أن أنت تتكيف على العيشة اللي أنت عايشها تتكيف مع جمهور النادي الأهلي تتكيف مع تمرين النادي الأهلي تتكيف مع أمور كثيرة جدا بتحدث دا حيبان امتحيبان مع الأيام ريدا سليم ولكن ريدا سليم موهبة كبيرة قندوسي موهبة كبيرة برونو سافيو وجهة نظري كان موهبة كبيرة كريستو موهبة كبيرة جدا إن شاء الله يتكيفوا الأسماء اللي ما مشيتش تتكيف وتعمل حاجة أفضل وأحسن خلال الفترة اللي جاي هو دا هي كرة القدم كده بالمناسبة خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة كرة القدم كده فإن شاء الله ننتظر أن احنا نشوف ريدا سليم واحد من هدفين النادي الأهلي خلال الفترة القادمة خلينا برضو أحد بتكلم عن اللاعبين نروح للاعب محترم وملتزم وما هو أنا من الناس اللي بتعشق لعب محمد مجدي أفشة بعيدا عن الشاشة وبعيدا عن أي حاجة أنا كمشجع بحب محمد مجدي أفشة وطريقة لعب محمد مجدي أفشة لأنه من أصحاب الخلق الرفيع كمان بالمناسبة أفشة من الناس المحترمة جدا فأفشة نجم القضية ممكن طبعا بصمته واضحة وظهرة الحقيقة منذ انضمامه في النادي الأهلي لغاية دلوقتي مؤثر ودايما بيبقى مؤثر بشكل إيجابي مع فريق النادي الأهلي بتيجي أوقات لعيب كرة القدم بيبقى كده أوقات بيبقى تحت وأوقات بيبقى فوق الله يرحمه كابتن محمود الجهري لما ما كنا بنقعد معاه وإحنا صغيرين ونسأله أنت عايز اللعيب يديك كم من عشرة كابتن جهري طول السنة يعني قال لك أنا اللعيب اللي يديني ماتش عشرة من عشرة والماتش اللي بعده يديني أقل من خمسة أنا مش عايز اللعيب ده أنا عايز اللعيب يديني ستة أو سبعة أو تمانية طول السنة ولكن ولكن ما يدينيش ماتش عشرة من عشرة والماتش التاني اتنين من عشرة عايز اللعيب يديني مستوى واحد يعلى وينزل شوية وبعدين يعلى وينزل شوية كرة القدم هي كده أفشى وغيره من اللعابين أفشى زيه زي أي إنسان مش قالة محمد الشناوي مش قالة محمد عبد منعن مش قالة رامي ربيعة مش قالة ياسر إبراهيم مش قالة كلهم أنا بس أشي ما ننساش حد كل اللعابين مش قالات بيجي وقت وهيبقى محتاج إن هو يبعد عن الكرة خالص تركيز وعضلات كل حاجة لازم أبعد عن الكرة لازم تعبت الزهني تعب فأفشى زيه زيه العيب بمستوى بيقل وجمهور النادي الأهلي جمهور واعي ومحترم بينتقد باحترامه بأدب أنتقد فترة من الفترات ولكن أفشى كان ملتزم وكان مقدر كل ما هو ينتمي لنادي الأهلي وأفشى من نوعية اللعبة اللي كل جمهور النادي الأهلي بيحبها كمان هو لعيب رايي الحقيقة كده أنا بحب الباصات ثرو باصلز اللي بيعملها بيعمل حاجات حلوة جدا يعني كلها ممتعة ومن اللعبين اللي جمهور الأهلي بيحبوهم واللي بينزل الملعب عشان يستمتع بكرة القدم تقلق الحقيقة مع نادي الأهلي تحت قيادة فيلر ومن بعده موسيماني وحاليا بيتقلق مع مستر كولر أفشى جاب جون مبارح رائع في شباك الداخلية ووجهت نظر أنه عمل أسست أروع من الجون الحقيقة عموما خلونا نطلع نشوف إحنا كل يوم لو حضراتكم يعني واخدين بالكم كل يوم بنختار لاعب دايما بيكون معنا خلال هذه الفترة أو الفترة القادمة هناخد العشرين أو الخمسة وعشرين أو التلاتين لاعب اللي موجودين في النادي الأهلي خلال الأيام القادمة ولكن النهاردة دور على محمد مجدي أفشى موهبة لحقيقة تستحق كل الاحترام من خلال وجوده في النادي الأهلي خلالنا نطلع نشوف تقارير عن أفشى ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة تانية خبر مهم جدا النهاردة ويهم كل الأهلوية بالمناسبة أي حد مش أهلاوي يقط إيده فودانه لغاية لما خلص الخبر وقعد بيتفرج علي يعني يقط إيده فودانه لغاية لما خلص الخبر ده وبعدين لأنه خبر خاص بكاس العالم للأندية فلما أتكلم عن كاس العالم للأندية بقى مش هتكلم الأهلوية بس اللي يسمعهم معلش ده خبر خاص بالأهلوية فقط في الباقي يحط ودانه لغاية لما خلص وبعدين يرجع يسمعني تاني أرأة كاس العالم إن شاء الله هتقام أول سبتمبر من خلال جريدة الشر الأوسط في السعودية قالوا إن المراسم أرأة هذه البطولة بطولة كاس العالم للأندية 2023 ستجرى في مدينة جدة أوائل شهر سبتمبر المقبل وإن شاء الله تستضيف المملكة العربية السعودية النسخة القادمة وهي خامس دولة يخوض بها النادي الأهلي غمار منافسات كاس العالم للأندية بعد اليابان والمغرب وقطر والإمارات تقام مراسم الأرأة بحضور ممثلي جميع الأندية المشاركة في هذه البطولة تقام البطولة في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل بالمملكة فخلاص أنا خلصت الخبر شيل إيدك من ودنك أيوانت شيل إيدك من ودنك خلينا نرجع بقى لخبر تاني مهم مع أنه ممكن تحط إيدك على ودنك ممكن على ودن واحدة بس دلوقتي لأنه خبر يخص الأهلي طبعا هو بقية الأندية ولكن هو خبر مهم لها كأس السوبر المصري للأبطال اللي حيقام في أبوظبي خلال الأربع مواسم القادمة أبرم مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة اتفاقية شراكة لإقامة كأس السوبر المصري للأبطال في أبوظبي لأربعة مواسم متتالية من عام 2023 وأكدت الاتفاقية على تجديد استضافة أبوظبي لكأس السوبر المصري في النسخ الأربعة المقبلة السبعة والتمنة والتسعة والعشر وبنظامها الجديد اللي بيعتمد للمرة الأولى على مشاركة أربع فرق هذه المرة بيحمل اسم كأس السوبر المصري للأبطال وعبر سعادة عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عن اعتزاز المجلس باستمرار الشراكة مع المتحدة للرياضة وبما أفضى إلى هذا التعاون المثمر في جعل أبوظبي بمثابة موطن جديد للسوبر المصري والذي يأتي انسجاما مع العلاقات الوطيضة التي تجمع ما بين البلدين الشقيقين وتابع يعد أو تعد بطولة السوبر المصري للأبطال ضمن أولويات اهتمام مجلس أبوظبي الرياضي في تنظيمه للفعليات لا سيما وأن هذه الأولويات مبنية على الشراكة المتينة التي تجمع أبوظبي الرياضية بالشاركة الرعية والاتحاد المصري لكرة القدم ولطبيعة العلاقة المتميزة بين كرة القدم الإماراتية والمصرية واختتم الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي قائلا نرحب من جديد بالأشقاء المصريين في أبوظبي كما نزفه التهنئة لعشاق كرة القدم والجالية المصرية في الإمارات أن بإمكانها هذه المرة الاستمتاع بفرقهم المفضلة لإسبوع كامل وليس لمدة تسعين دقيقة فقط ومن جانبه قال المهندس السيف الوزيري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بريزنتيشن سبورت ممثلا عن الشركة المتحدة للرياضة أن النجاح اللافت لمجلس أبوظبي الرياضي في تنظيم ست نسخ من بطولة السوبر المصري عزز فكرة تطوير البطولة بحيث تضم أربع فرق في دورة مجمعة تحمل اسم كأس السوبر المصري للأبطال لتقديم وجبة كروية دسمة تعبر عن قيمة وعراقة الكرة المصرية وأضاف الوزيري أن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الشركة المتحدة للرياضة على امتداد دورها الداعم لكرة القدم وتوسيع انتشار المسابقات المصرية ورصدها لدى الجمهور العربي وتعميق الفاعلية والتواصل مع أبناء الجالية المصرية في أنحاء الإمارات وبقية دول الخليج الشقيقة عبر ثلاث مباريات قوية تمثل نخبة الأندية والمواهب المصرية وهو ما يترجم قيم الشركة في تفعيل دور الرياضة كوسيلة للتقارب والمتعة وتوثيق الصلاة الإنسانية فضلا عن تأكيد قيمة وجمهرية الكرة المصرية على نتاقها العربي العريض اختتم أيضا المهندس السيف الوزيري كلامه بتوجيه الشكر للمجلس أبوظبي على الشراكة المتميزة والمثمرة لافتا إلى أن هناك مؤتمر صحفي سيُعقد في أبوظبي سبتمبر المقبل للإعلان عن كافة التفاصيل الاتفاق ونظام البطولة وموعد انطلاقها والفرق المشاركة يعني يذكر أن في المؤتمر الصحفي اللي حيُعقد في سبتمبر المقبل سيتم فيه إعلان نظام البطولة بمشاركة أربع فرق على النحو التالي بطل الدوري العام المصري الممتاز طبعا بطل كأس مصر بطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم ووصيف الدوري العام المصري الممتاز وفي حال حصول بطل الدوري على كأس مصر أو كأس رابطة يستبدل بوصيف كأس مصر وفي حال حصول بطل كأس مصر على كأس رابطة الأندية المصرية يستبدل بوصيف كأس مصر أيضا وفي حال تكرار نفس الفريق في البطولات الموضحة أعلى تتم الأولوية في المشاركة حسب ترتيب الدوري العام المصري كل واحد يبصوا على ترتيبه بقى خلي بالكم من الترتيب خلال الأيام القادم الحقيقة أنا مبسوط بالصورة الجميلة اللي بتقدمها المتحدة للرياض وده مش جديد على هذه الشركة المحترمة وعلى المهندس السيف الوزيري الحقيقة وأنا كمان مبسوط من إلغاء فكرة دعوة أي نادي والاعتماد على الترتيب حاجة رائعة هنا محدش هادر يتكلم كل واحد واجتهاده وابطولاته وترتيبه يعني البطولة زي ما شرحت لحضراتكم خلاص معاييرها ما بقاش فيها فكرة السماح للتحاد كرة القدم بدعوة نادي وخلاص لا بطل الدوري بطل الكاس بطل كاس الربطة المحترفة ووصيف الدوري هم اللي هيكونوا الأربع فرق اللي هيكونوا موجودين في هذا السوبر سوبر لأن ديها الأبطال في أبو زبي فالحقيقة كل التوفيق ومرة تانية الحقيقة أنا بشكر مهندس السيف الوزيري الحقيقة لأنه مهندس السيف من الناس اللي ليها أياد بيضاء خلال هذه الفترة على كرة القدم المصرية بيباني الحقيقة كل شوية إيه اللي بيحصل والتطور الكبير اللي بيحصل من خلال الشركة المتحدة ودورها الراعي الكبير في النادي الأهلي وتسويق النادي الأهلي وكل الأندية في مصر لكن هنا بتكلم تحديدا على النادي الأهلي واللي بيحصل مع النادي الأهلي ثم تسويق كرة القدم المصرية بهذا الشكل الرائع المحترم اللي حضراتكو شايفينه فشكرا جزيلا للمهندس السيف الوزيري وكل العاملين الحقيقة في هذه الشركة المتحدة للرياضة هذه الشركة المحترمة معلش الوقت بيجري ولكن موضوع أنا فتحته مع حضراتكم مبارح ولازم أقول لكم الجديد هقول لكم ماشي ما يقرب من ستين رئيس نادي من أندية الدراكتين التانية والتالتة موجودين النهاردة النهاردة أنا حكيت لحضرتك مبارح الكلام ده وحددت لك اليوم وقلت لك اللي هيحصل اليوم التلاتة اللي جاي إيه النهاردة موجودين في أحد الفنادق ما بين ستين أو خمسين لستين نادي رؤساء أندية زي ما قلت لكم بارح كلهم اتفقين أن هم يروحوا مقر الاتحاد كرة القدم لطلب عقد جمعية عمومية غير عادية لسحب الثقة من مجلس دارة الاتحاد برئاسة الأستاذ جمال علام في بعض الناس فاكرة أن الخطوة دي واخدها الأندية علشان موضوع دوري المحترفين في القسم التاني مش ده السبب الوحيد طبعا ده سبب كبير من الأسباب ولكن السبب هناك سبب كبير آخر وهو الخناء اللي حصلت يوم الاثنين اللي فات اللي زي النهاردة الخناء دي كانت في مقر اتحاد كرة القدم بين الحج محمد أبو الوفا وأحد رؤساء أندية الدرجة التاني والحقيقة اعتبر بعض من أندية أو من أعضاء الجمعية العمومية أن ده إهانة كبيرة جدا ليهم عشان كده كمان البيان اللي أصدره اتحاد كرة القدم مبارح اتهم هذه الأندية بعدم قانونية الدعوة لجمعية العمومية وجهة نظر أن البيان ده سيخته لم تكن موفقة حيث وآثرت تحفز أندية كثيرة جدا في الدرجة التانية والتالتة حاليا وأنا بتكلم مع حضراتكم الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد راح للأندية دي في الفندق اللي هم فيه وبيحاول يشوف حل معاه الأستاذ جمال علام بالمناسبة رجل محترم جدا جدا والحج محمد أبو الوفا برضو رجل محترم جدا كلهم ناس محترمة خناقة يعني وحصلت لما نشوف حنوصل ولكن هو أستاذ جمال علام راح للفندق دلوقتي ولكن الغريبة بالنسبة لي أستاذ خالد درندلي نائب الرئيس موجود في الإمارات يعني لسه ما وصلش اللي أنا عارفه أنه لسه ما وصلش فتمام بقية المجموعة فين سيئبينه أستاذ جمال علام يعني لوحده بيواجه لوحده كل الرؤساء الأندية الغاضبين وفضلوا الباقي باية الأعضاء فضلوا عدم واجة الأندية بعد اللي حصل يوم الاتنين اللي فات في مقر الاتحاد وزي ما قلت مبارح أكرر تاني وجهة نظرين ان اتحاد كرة القدم هو أنت أعضاء الجمعية لأمومات طوعك دول هم اللي بيجبوك هم اللي بيقعدوك هم اللي بينتخبوك فياجب أن أنت أنت عايز دوري للمحترفين بالمناسبة ممكن هجيب الناس وكنحهم واحدة واحدة لكن لكن ما ينفعش تقول ما ينفعش يعملو جماعية عمومية غزبا عني لأ دي الناس اللي جابتك وده حق الجماعية العمومية ان هم يعملوا اللي هم عايزينه بالمناسبة طالما شايفين فيه أخطاء بتحصل من وجهة نظرهم هم يعني عايزين يتناقشهم هم راحين يعني هيخدوك ويخرجوا يعودوا عن نيل هم بيتناقشوا معك في مستقبلهم اللي جاي فلازم وجهة نظري مجلس إدارة الاتحاد يلم الموضوع ويقعدوا مع الأندية ويعملوا جماعية عمومية ويسمعوا أراء كل الناس في نقاش مثمر وإيجابي يقولوا لهم احنا لازم نلعب دول المحترفين ليه لازم عشان نعمل واحد اتنين ثلاثة وانطور كرة القدم المصرية بالشكل ده طيب النادي ده حنعمل معاك وكذا لأدية الجامعية حنعمل معاها كذا ويكون في حلول لهذه الأمور اتعاد كرة القدم خد قراروا بتطبيق دول المحترفين في القسم الثاني ولكن انه خايف يعمل الجماعية الأمومية اتمنى انهم يكونوا اكثر عقلانية في مواجهة هذه المشاكل اللي هم بيصنعوهم بنفسهم في اتحاد الكرة واتمنى ان يتم تطبيق اللوايح على الكل على كل الأندية زي التمسك كده بدول المحترفين واعلن تطبيقه على رغم من انه علمي ومصادري بتقول انه لم ينجح في تصويقه حتى الآن وده سبب من اسباب اعتراض الأندية وده لو حصل هيبقى الموضوع صعب هيبقى الموضوع تطبيقه صعب بوجهة نظرين لكن انت لو عايز تكمل كمل وخليك على نفس المسطرة مع كل الأندية ومع كل المواضيع وكل المواقف ما يبقاش موضوع ده المحترفين حاجة وبقية الحاجات ترجع فيها طبق اللوايح في كل الأمور في كل الأمور اللي بتحصل وتمنى ان الأمور تهدأ ما بين اتحاد كرة القدم وجمعياته العمومية ان شاء الله خلال الأيام القادمة عموما نهاردة عندنا فقرتين مهمين جدا فقرتنا الأولى النجم الكبير كابتن أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق حيكون في ضيافة البيت الكبير وان شاء الله الفقرة التانية حيكون معايا تنين من نقاضنا رياضيين الكبار الأستاذ عبد الحكيمة وعلم وأستاذ محمد جمال هنتكلم معهم أيضا فيه أمور خاصة كثيرة جدا فيما يحدث في كرة القدم المصرية خلونا هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل أحمد أبو مسلم نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر في ضيافة البيت الكبير أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خميني أرحب بضيفي في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن أحمد أبو مسلم زكا سلم زكا بتسلم بركاء حبيب عمل ايه كله كويس كله كويس انت الحمد لله والله أنا سامع أن الحمد لله الدنيا ماشية وقريبا جدا هنجد أبو مسلم في مكان يعني إن شاء الله تبقى لوحدك كمان إن شاء الله ربنا سهل لفترة فاتك كلها يعني الحمد لله الخبرات اللي كتسبتها مع المدربين اشتغلت معاهم يعني بطلعت مع مومن سلمان في الانتاج الحربي فريق أول مومن مدرب كويس خلي بالك آه لا مدرب كويس شاطر كمان بطلعت معاه في الانتاج الحربي وصعدنا ساعتها الانتاج الحربي وبعد كده دخلت في بيتروجيت وبعد كده دخلت في قطاع ناشئين وديدجلة وبعد كده بيتروجيت وبعد كده نجوم مستبل واخر حالة كان مع كابتن عالي عشور في كيمة أصوان بس السنتين بتعبت روجيت مع كابتر ربيع يعني فقدولي بشكل كبير جدا آه طبعا كابتر ربيع اسم كبير كلهم طبعا آه طبعا بس اسم كبير وتعامل كمان مع المستوى كمان اسلام المنتخبات والسن الصغير يعني خط الخبرات كلها يعني بتعامل انت السن الصغير هوا مايز فيه جدا فانت ما خط الجزء ده منه مع تركيبة الشغل الموجودة فبقى عندك الخبرات اللي انت ما كنت يديره في أي موقف موجود يعني فهو كابتن يعني كابتر ربيع عمل لك إضافة كبيرة جدا آه طبعا إضافة قوية جدا إضافة قوية جدا كمان انت بتشغل مع مدير فني بيديك يعني بيديك الضور بتاعب خبيش عنك حاجة كمان لا آه مخيادين نقطة نقطة تانا كمان اللي انت بتحول تهياله كل الجواء يعني كل حاجة اللي تقدر تخليش شغل بشكل كويس تعرف السن كمان مختلف يعني كابتر ربيع السن مختلف مع الجيل الموجود فأنت بتوفر له جميع الحاجات اللي هي كمدرب بأي مشاكل بتقابله وأي حاجات بتققام ميازة بيحاول تحلها أي حاجة فديتني بشكل كبير جدا عن مستوى الفني ومستوى الإداري فدي كلها بتعمل لك كوادر موجود في حاجة قريب يعني إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله في كم حاجة كده إن شاء الله هل هتجه لوحدك وللسه برضو مستني تاخد حاجة أكتر هي نقطة كابتر اسلام في حاجة في مصر عامة في الإدارات الموجودة ودي إذا أنا أكلمت معاك فيها قبل كده اللي هي الإدارات الموجودة ما عندهش حتة الرزق اللي هو إيه لما أنا أجيب مدير فني عنده خبرات أو عنده أسماء والناس كمسكت كتير في الدورة الممتاز وفشلت الفترة الأخيرة إنت فهم إزاي؟ أرجع تاني أو أعجبها تاني لأ أنا لازم أغير وأنت عندك النموذج حي بتتكلم عليه بتتكلم عن أحمد رقوف مع بلدة المحل صحيح المهندس مصطفى الشامي داله الفرصة صعد الفرق ومجد عبد العاطي ومجد عبد العاطي إنت بتتكلم على ناس بقالها مثلاً سنتين أو سنة في الدورة الممتاز هي دلوقتي أو الدورة الممتاز بها دلوقتي كرة دلوقتي بقت علم الموضوع مش مدربين طوال زماني اللي موجودين يعني شغلين على نفس سيستم طوال زماني لا قديني اختلفت الكرة لا تختلفت لوقتي علمي في تطبيق في بتطور نفسك بتشغل إزاي كل يوم في جديد في الكرة مش هنفضل على المرحلة القديمة فهي دي النقطة اللي انت بتتكلم المشكلة في إدارات الاندي اللي هي ما بتديش الفرص للعيبة المدربين اللي هم يبتلي يشتغل معا بشكل كويس أو شوف مثلاً الطريقة بتاعتك هشتغل معاك ازاي يعني مثلاً أي مدير فني بيجي في أبرة في أوروبا أو موجود لازم يتكلم على الإدارة اللقتي أنا السنة الأولية لازم أعيدكم في الدورة السنة الثانية هنبتني تتنافس مربع زهبي دي تبقى سياسات إحنا هنا في مصر لأ السياسات لأ ممكن تبقى أنت مدير فني ماشي من نادي وتجي تاني يوم تمسك نادي تاني طب ما هي يعني إيه القناعة اللي في كده يعني هو عمل ليه في النادي لأولين عشان تغضفه النادي التاني يعني مدير فني مثلاً وقع نادي نزل النادي ممتاز به ويجي تليه بعد ثلاث أربع تيام مسك نادي تاني وخط بطوله تبتتكلم في حاجات يعني يعني ما لهاش مقيس لأ أنا بكلم بشكل عام في مصر يتكلم أنت مكن مدير فني نزل فرقة ويطليه مسك فرقة تاني يوم في الأسبوع اللي بعدي فدي ترجع مثلاً إدارات الموجودة مستحيل تشوفه في أوروبا يعني فروبة دي مستحيل مربع المستحيلات لها مثلاً سفي بتاعه يشتغل إزاي أو جز إزاي أو بتره يشتغل إزاي النقطة هنا في مصر لا هو دلوقتي مش هيديك الرسك ده خلص مش هيبتدي يا كلمة لا إحنا لنعرفه أحسن نشتغل يعني هو بالعربي كده كبشي الفتح اللي هو مثلاً مدرب أسهل حاجة زي ما أنت شفت الموضوع بتاع ما حصل بغلس المحلة ما عارض أشهد الموضوع أهلاً هو مع أنه ده كان يعني من المدربين كويسين جداً ومايس جداً خلي بأيلك بس جات فترة اللي أنت كل حاجة فيها مشاكل اللعيبة مش نفس المستوى الموجودة مشاكل كهيرة جداً في قط اللبس تتكلم في إمكانيات مش عالية أشعالة حاجة فهو المدير الفني اللي يشيل كل حاجة طيب فإن شاء الله قريب نشوفها إن شاء الله بإذن الله سواء لوحده أو مع حد لسه تحتاج اكتساب بعض الخبرات إن شاء الله خلال الفترة اللي جاي خليني أبدأ معك بالنادي الأهلي وتعاقد النادي الأهلي مع صفقتين آخرهم النهاردة أو تم الإعلان النهاردة عن رضا سليم قبل كده إمام عشورو النهاردة رضا سليم صفقتين من العيار الثقيل من وجهة نوزلي طبعاً شايف أنهما النادي الأهلي حيستفيد منهم بشكل كبير كيف أنظر أبو مسلم للصفقتين دول تحديداً أنت خلي بالك أنا أول واحد تنبقت في مصر من موضوع إمام عشور عشان طبعاً من زمان حتى مع طريق السايد يعني حتى كان الموضوع مع طريق السايد كانت رند من 3 طرق طريق السايد كان بقول لي مستحيل هو زملكاوي ويجي ندل لا ده أول واحد هيجي فأرى شايف لا إمام عشور صفقة قوية جداً أنت هبتتكلم لعيب عنده مكانيات عليش هل من الممكن أن البعض أنا حتى لا أتصور مثل هذا الكلام لأنه أنا بجد أن يقول لك نادي الآله بيعمل كده عشان يكيد نادي الزمالك يعني جاب إكمام عشور عشان يكيد نادي الزمالك طبعاً أنا هجيبه ليه وهكلف المبلغ ده كله عشان يكيد نادي الزمالك حاجة غريبة جداً حاجة مستحيلة هي الاحتراف الاحتراف داتي بقاش كده كابتان إسلام وبالعواطف ما بقيتش زي الأول زمان كان يقول لك اللعيبة بتنتمي للنادي ولقت الوقت الكيان ولقت الوقت بقى احتراف صحيح سوق مفتوح ماركت أنت هتدفع لي كيام هاخد كيام أأمن إزاي أنا هستفيد منك إزاي كانت هستفاد منك أنا كالعيبة أنا بقيتك إدارة إزاي هتعمل إزاي مين اللي يقدر يحميني مين اللي يقدر يشتغلي مرتبته هتخشي لي في الوقت المعين فدي كلها اللعيبة لازم بتحطها قدامها صحيح أنا هخش تانية هخش معركة فهناك النحاة تانية ازاي او في اتجاه تانية ازاي ما فيش فلوس في مشاكل فيه كل شوية ممكن اتقال عليا لانا اشاعة لانا رجل بتاع كزا وبروح في حتة الفنانية فلا ده كلها اللعيب لازم بيكون ذاكي وخلي بالك يعني امامة قرص من حتة كتير وطلعة اربعة لعيبة تانية احنا بنتكلم بس امام لأ من نحاة الفنية لعب مميز جدا لعب قوي يدي في الناد الاهلي بشكل مميز جدا بيلعب رقم تمانية يلعب عشرة يلعب يلعب هاف يمكن لعب بقريت هاف ليفت فدي كلها امكانيات عندي امام عشور فانا شايف لا صفقة قوية جدا الصفقة التانية كمان اللي عجبني في مرسول الكولر الفترة فتة الكابتن اسلام اللي الراجل قايمة كلها لعبة خمسة ثلاثين لعيب لعب معادة بسيسنا اي من عشرف وانت خلي بالك مش اي مدير فن يدي الجراءة او يدي اللعيبة الثقة بشكل ده كريب الراجل عنده عدالة اللي هو بيشوف الناس كلها بيدي فرصة ناس كلها في اخر الموسم بيعمل الروبورت بتاعه بيعمل التقرير بتاعه اللي انا قادر استغنى عن اسلام اي قادر استغنى عن محمد انت خدت فرصتها صحيح الوحيد اللي هو اه 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 اي من اشرف بس نتكلم فرق ما شاء الله الفرقة قوية جدا بنتكلم عليها شايف الاضافات من الاهلي بيدعم بشكل مميز في الاماكن اللي هي محتاجة هي مش قايمة خلاص انت بتتكلم على بتتكلم اه الحتة دي عندنا حمد فتح ميشي جبت امام عشور في الحتة دي مميز عندك كندوسي ميشي او هيطلق اعرق او هيمشي او موجود انت عندك بتجيب ريد سليم بيلعب في الحتة دي بيشتغل فيه والناد الاهلي كان بيدور في الفترة الفاتت مع حد رقم عشرة مع 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 افشة فانت بتتكلم الامكانات اللي انت متاحة فيها بتشتغل فيه انا شايف الناد الاهلي الفترة جاي اكيد طبعا هيدور على المكانين صعبين جدا انت بتتكلم على المكان برضا الباكليفت لازم يكون حد معالي معلول ليقدر يشتغل في الحتة دي بشكل كويس هو فيه اقل عيبة ممكن تشتغل فيها ممكن خالد عفتاح يشتغل في الحتة دي محن لكش مشكلة ممكن بتشغل كريم الدبيس شوفت الفترة الاخيرة يبتره يحطه في الصورة يبتره يشتغل فلا هو رابي المقتنع بيه بالمناسب هو العيب كويس كان معنا فودي دجل العيب كويس كريم الدبيس اللاعيب الكويس جدا خلي بالك يا اسلام كريم الدبيس وايمان اشرف ايه قصدي ومحمد اشرف والتالت اللي هو كان موجود برضا كلي بتتكلم على شكري اللي هو كان موجود ايه اتلاتة نفس الشكل يعني ايه اتلاتة نفس الشكل ايه اتلاتة نفس الشكل الاختلاف بس شكري اللي هو خد البدره لاعب شوية بدا يعني لعب مع أسموحه فأسموحه طورته شوية وجي في الصراميكو بigue عنده خبرات انت فهام زي يعني الكريم لو أخد نفس الخبرات دي هيبقى مختلف بتتكلم عن محمد أشهر بعد ما يلعب لو راح أعارة ولاب زماحنا سمعنا هيبقى بشكل مختلف فأنا بتكلمك لا النادل آلي لا شايف فيه فيه قوة بشكل كبير جدا في الأداء فيه النقطة نتكلم فيها ونشكر الجهاز الفني النادل آلي أو المجلس الدرع الموجود اللي انت عندك ما تصل له كدر السنة دي ما عندكش كمية إصابات فده دليل اللي رجل اللي تشغال في أحمال بشكل موايز جدا مفيش الأصابة تحت أكرم طوفيق ودي قدرية لها بتاعت الرباط الصليب دي بتيجي لأي حد أنا بتكلمك قبل كده نتل آلي كان فيه إصابات كتير جدا كنت بتلعب النهيات دي عندك أربع لعيب أصابات وخمس لعيب أصابات لا الراجل مختلف الراجل بيشتغل بشكل مميز بيشتغل معه الصف بتاعه أو الجهاز المعاه بيشتغل في حتة البدنية والأحمال بشكل مميز فأنا شايف لا الشكل مختلف نتل أهلي كورة مختلفة الأداء مختلف حتى في الصفقات الدنيا مختلفة فيه هدوء خلي بيلك فيه ثقة زي ما احنا شايفين يعني احنا شايفين ناد الأهلي ما بيتكلمش كتير وده طبيعة ناد الأهلي صحيح انت بتشوف فيه ناس هنا بتتكلم لحد الصبح وبتبعون مسك مكرفناط ونتيجة زير عديدة طبعاً ده ناد الأهلي ناد الأهلي ما بتتكلم عن ناد الأهلي اسم ناد الأهلي يجيب أي حد فأنت بتتكلم لا الدنيا مختلف أنا الحقيقة دائمان اللي بستغرب له هو مش جايبه المصلحة ويفيده هو هو جايبه عشان طبعاً بما اننا يعني عايشين نعيشة واحدة وفي نادي واحد فهتلاقي نفس الكلام بيتقال طبعاً أنا بنتكلم لأنت أنت أول حاجة لازم أنا عشان أنجح هدار عن نفسي ما دارش على الآخرين لو حتى لو جايهة تعلم الآخرين هتعلم من سيستم المحترم الموجود صحيح انت بتتكلم في منظومة أنا لو جاينا نتكلم يا اسلام النادي الأهلي دلوقتي زي سنة الثمانين زي سنة الثمانين نفس السيستم مشغال كل واحد بيعمل شغله كل واحد عارف إمكانياته وإيه بيشتغل فيها إزاي فده النادي الأهلي مع التطوير طبعاً طبعاً مع التطوير والحاجات اللي طبعاً التفرط الموجودة لكن المبادئ والأخلاق أنا بكلم بكلم على سواية موجودة تتكلم على الأخلاقيات موجودة طبعاً عندك حاجات موجودة دي بعد مئة سنة أنا هتلاقي نفس الجيل موجود بتتوارس على الأجيال فده اللي تنتكلم فيه غير بقى الفرقة تانية المنظومات تانية بتخش أنت بتخش بتبقى أنت بتشتغل فني بس أنت بتشتغل فني وبتشتغل في مشاكل برا الملعب وبتشتغل برا مش مركز وبتشتغل في ما عندكش فلوس وبتشتغل في حاجات دي كلها فاللعيب أنت عايز يدكفي عدا كله فالموضوع بي مختلف يعني أنا الحقيقة عجبني برضه حتى في طريق الكلام كنت بتتكلم بتقول أنه يعني في النهاية اللعب بيجي ناد الأهلي لأنه مستقر عارف أن المرتبع يخش له مهما كانت الإغراءات يعني احنا سمعنا مثلا في قصة ريدا سليم تحديدا أنا لسه ما ما سمعتش منك ريدا سليم لكن بالنسبة ريدا سليم سمعنا في قصته تحديدا أنه كان هناك إغراءات مالية وكذا 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 فيما يخص أنه انتقله لأحد الأندل الأخرى ولكن في النهاية هو فضل الناد الأهلي أعتقد بسبب الكلام اللي أنت بتقوله طبعا يعني اسم الناد الأهلي في أفريقيا أو في أوروبا معروف الناد الأهلي معروف إمكانياته إيه أنت عمرك شفت كابتن إسلام أو إحنا كنا موجود أنا يذكرني موقف يعني من زمان جدا أنا أحب أقول يعني أنا كنت موجود في الناد الأهلي لما مشيت كان ليه مبلغ معين موجود لو مكافئة دوري أو مكافئة كاس مصر بالضبط وكنت سافرت في فرنسا كنت سافرت في يناير في ستراسبوغ فلما رجعت أخر الموسم طبعا عمبال ما رجعت بيجي لك الفلوس فلاقيت نفسك أنا والله ناسي ناسي لأنا لايه فلوس كما في الناد الأهلي لقيت الله رحمه كابتن عبداليماني بيكلمني بيقول لي يا أحمد تعالى أخذ فلوس ساعتها مساوئة كاس مصر اللي إحنا خدناه فأنت بتتكلم لا دي منظومة تتكلم في حاجة بتتكلمك عامتا يعني يعني أي نادي تاني بيقول لك خلاص هو مش يمضي يخلق طرف ويمشي خلاص شو انت فهم زي كلها نديها كده فأنت بتتكلم لا منظومة بتعرف تقدر أولادها بشكل كويس تاني حاجة بتوفر لها كل حاجة انت تيجي تلعب فني بس هو مش عايزك في حاجة ما عندكش مشاكل ما عندكش أي حاجة بتتكلم فيها فدي كلها بتفرق اللعيب حتى لما جاءنا نتكلم مثلا رياضة سليم آه هو قتل إيه سأل من بره عارف النادل آهلي اسم النادل آهلي عارف تاريخ النادل آهلي أي حد يتمنى يتشرف منظومة النادل آهلي فأكيد لما دخل أو حتى بترع دماغه تيجي ولو هو يقارن لا المقارنة بقيت خالص شفته إزاي لدفل لا ده في الجيش الملكي لا اللعيب مميز خلي بالك لعيب مميز وخلي بالك حتى الفترة اللي فاتت يعني أنا بتفرج الدوريات بتفرج عن الدور المغربي كنت بتفرج عشان كابتون طري المصطفى من صديق عزيزي يعني فكنت بشوف وعمل شغل رائع عمل شغل مميز جدا هناك وحاجات إمكانيات مميزة آه طبعا فلا رضا لعيب كبير يعني لعيب مميز آه لعنده إمكانيات ولعيب خالي بالك من لعيبة اللي هي عندها حلول اللي هو كرة تحت رجله برقعة الكرة كده بيقدر يعني يسرع الرتم يوهد الرتم فلانت عايز لعيب صحابة مهرات من دي يعني فوقت معين كان مثلا لما ما شاء الله الفترة دي نكلم على أفشة أفشة وصل للطف فورم الفترة اللي فاتت دي يعني مرصول الكرة بتالي يديله فبتالي يتطور وبتالي يجيب مبارح حتى بغد نظر اللي هو عمل أساس الأولاني وجاب الجنة التاني بتاع الناد الأهلي لا هو بتالي يرجع تاني أفشة اللي نتكلم عليه رضا نوعية اللي هو أصل للعيب مميز بيقدر بيشتغل بشكل كورته كويسة سريع مهاري فدي كلها مميزات كان عزنة كمان انت خلي بالك لما جيب رضا أفشة يبقى عنده يعني هيبقى قوي جدا اللي هو عايز يفجر القوى الجواه عشان يبقى يلعب انت خليبك هتبقى مشكلة انت لازم يلاقي حد يلعب مشكلة حلوة مشكلة إيجابية ايوة مشكلة إيجابية صحيح الفرق ما دي كل لها المستوع بتاع أفشة هتلاقيه مختلف تماما وهتلاقي المشكلة اللي رضا عايز يدوس وياخد ثقة جميلة الأهلي فهتلاقي مستواهم اللي اتنين بعالين جدا صحيح ما انت كنت بتشوف مانا الجوزية مثلا مثلا مثلي يروح مثلا بلعب ركوة وروح جريع بإسلام وروح لعب مسلا عبدالهي بلعب مسلا هي دي كلها بتخلي لما حد ينزل عشر داي تلاقي الدنيا مختلفة فدي كلها لصالح العام للفريق اللي بنتكلم عليه فأبدأ تكلم لأ رضا صفقة قوية جدا صفقة قوية وصفقة مويازة بغض نظري بوجهة نظري لأنه الحقيقة دايما يقولك ايه وانا في مثل هذه المون كنت راجل يعني رجم كبير في كرة القدم معرفة داي الصفقات بتبقى جاية فيه عند شايفة لعيب كويس والولد سواء رضا أو غيره من الصفقات بيبقى عامل شغل كويس جدا وعشان يجي النادي الأهلي بيجمع بيعدي على اختبرات كتيرة جدا طبعا لكن ممكن جدا يجي وما يتكيفش يعني أنا بشوف أن برونو سافيو واحد من أفضل اللاعبين اللي دخلوا مصر ولكن لم يتكيف مع الشغل عندنا وجهة نظري ما خلي بالك استنبرك احنا بقلنا فترة مثلا هي بتبقى توفيق وعدم توفيق أو هي بتحصل يعني بتحصل بتحصل فالنادي الأهلي بيشوف التطوير الأحسن بعد كده فدي كلها بتحصل هو ممكن كل لعيب مميز جدا وكل حاجة يعني متاحة في رجلو بس انت بتتكلم ممكن ان توفيق إخونه ممكن ده كلها دي لعيبة كتير ده نموذة كبيرة موجود في كذا في العالم كله بس احنا بنتكلم كل لجنة أو الاختيار نادي الأهلي السكاوتينج الموجود لا بيشتغل بشكل كويس يعني اللعيبة اللي بتتوفر أو حتى الموجودة في ناد الأهلي بيدور عليه مميزة يعني اللعيبة عاملة الفرق اللعبة بتامل حلول عندها الأندهية التانية حتى المنافس بتاعك بيحاول يدور عليه أو يحاول يصدرلك أي مشكلة أو يعال عليك السعر أو يجيب اللعيب لو قدر يجيب اللعيب بس هو أحد نشقي در جيب العيب علشان هو عنده مشكلة كبيرة جدا صحيح هو ما عنده وعنده نظام موجودة عنده ولا عنده سيستيم ولا عنده فلوس ولا عنده مشكل داخلية تخلى أي لعيب ما يخطعش يخش تاني في المكان زي كده أو يفكر اللي هو يجي في حاجة زي كده فدي كلها بتبقى موجودة في طبقه دي اللعيبة كلها بتحسب حاجة زي كده وخلى بالك لعيبة تحت المغرب أسكية بيشوف هو أنا هروح فيه المكان المميز ليا المكان اللي هستفاد منه اسم النادي الأهلي زي ما أطلعها كالتنسلامية دراجيب أي حد النادي الأهلي اسمه لما يطرح الموضوع بيختلف تماما اسم النادي الأهلي بيشتري أي حد يعني في أفريقيا أو في أوروب الناس معروفة بإسمها إزاي معروف النادي الزبط الانتماء موجود إزاي فلما يجي تكلم عن النادي الأهلي هو عارف يتكلم مع مين عارف النادي الأهلي لما يقول هدي كذا هدي كذا لما هتتكلم مع كده من غير أي حاجة من غير عقود كمان مبارح كان فيه المباراة للدخلية استطاع النادي الأهلي أن يفوز بهذا فيه مقابلة شيء شفت المباراة إزاي لا نشاهد في المباراة نادل أهلي لاب مبارح في الفول تيم بتاعه يعني نشاهد نادل أهلي مرسله قرار الفترة الفاتت كان بيجرب بشكل كبير جداً اللعيبة اللي هي هيبتري ياخد فيها قرار واللي هي توقع موجودة المبارح شفنا لا ده مميز نادل أهلي والنادل أهلي كسب بقل مجود لو جاءنا نتكلم يعني 2-0 بقل مجود ده بتلعب الداخلية فرقة خلاص وصلت للهي الطموح بتاع السقف الطموح بتاعه وقعد في الدور الممتاز فعنده 8 ملعيبة قوام الأساسي الموجودة عنده وبيحاول بيعني هيسن جبريل هو رئيس قطاع ناشين ده كان لعب معايا في مزارع دين يعني هو مجتهد وبيحاول يعمل حاجة بس الفرق كبير يعني نادل أهلي بيلعبته بإمكانياته فرق كبير حياته فرق كبير جداً في الملعب في المستوى كمان يعني نادل أهلي حتى لو جاءت تتكلم عن الهدف الأولاني بتعبير ستاو لا أفشا بقل فترة مميز بيحط الكرة دي يعني أنت أفشا من الفترات الليل الأول اللي بيحط الكرة في النص بشكل مميز تاني حاجة الهدف اللي جاءه برضك مميز انت بتتكلم من برح حسين الشحات لا شغال بشكل كويس جداً مرانة عطيه نفس الكلام بتتكلم على علم علول بغض نظر علم علول ماشي بفترة بمستوى هايل بتتكلم هو ده هو قوام الأساسي الموجود في النات الأهلي بتتكلم فيه هو رجل ما غيرش حاجة هو ده القوام الأساسي الموجود فطبيعي هو حظوه موحش لموقع معناد الأهلي يعني الـ 2-0 معناد الأهلي بقل مجود يعني بقل حاجة بقل حاجة هو عايزة كسب بـ 2-0 بخلي بالك برضك الجو حر فدي كلها برضك في سقوة واجهد وخلي بالك فيه لعيبة لسه رجعة بقلها فترة ما بتشاركش يعني انت بتتكلم على هاني كان يواخد راحة بتتكلم على عالي كان يواخد راحة بتتكلم على مران عطيه لحداث بعد وفات والده وبترى هياخد راحة فالعيبة دي كلها مبارح بقل مجود زي ما وطي لك الناد الأهلي اطلع 2-0 بقل حاجة فده طبيعي يعني الناد الأهلي يكسب داخلية بالمستوى ده طبعا أداء من على الأجناب وأداء بهدوء زي ما انت بتقول طبعا ولكن نفس طريقة اللي عابب الهدوء اللي عابب من على الأجناب اللي عابب من العمق كل المميزات اللي كانت بتحصل في كرة القدم موجودة كانت في مبارات مبارح ولكن بهدوء شوي بهدوء عشان خلاص انت يعني انت ممتلك الجيم كله يعني انت عندك اللعيبة الموجودة هنا خلي بالك هو في يعني الفترة الفاتة كان كولر كان بيجرب اللعيبة اللي هو ياخد فيها قرار أو اللعيبة اللي هتبتدي تكون موجودة كامل معنات الأهلي ولا لا اللعيبة دي موجودة دي كلها دي دي في الأساسية بتاعته يعني نتجلم القوام الأساسي بتاعته هو ده ما فيش حد مختلف يعني ما فيش حد مختلف فعشان كده كميا ماشية يعني انت تتكلم على حسين الشحات فرستا وبتتكلم على أحمد عبدالقادر حتى لما بيقى موجود أو بتتكلم على سعاد طهر بينزل معهم هم دول الموجودين بالعب مع بعض على طول يعني انت حتى بص تقول لأونية عبدالقادر على عدة أفشا والطمر أسست لعبدالقادر دي طبعا خلي بالك اللعيبة دي كلها عارفة من نظرة يعني في الملعب بيشتغل ازاي وبتتكلم خلي بالك ودي بقى فيها هدوء خلي بالك من أفشا بردك أفشا بردك لأي حد في الحتة دي ممكن نشوت بوش رجله بشكل قوي دي ترجع للثقة اللي خدها الفترة فاتت دي بردك مقتصبات الفترة فاتت كلر ابتدأ يعني فترة من الفترات ابتدأ يعني أفشا مكانش بياخه كتير بس بعد كده الموضوع تطور مع عبشاك لكبير جد أهلا وسلم بحضراتكم مرة أخرى طيب كنا بنتكلم عن حاجاتنا بمسلم الحقيقة عشان كده بنتحك يعني إن في بعض الأندية في مصر يعني بتجيب لعبة كويسة جدا من غير ذكر أسمعي بتجيب لعبة كويسة جدا ولكن احنا كنا أول كل سنة نقول الفرقة دي هتبقى جامدة جدا وبأنت لها برضو بتنافس على الهبوط ما خلي بالك دي ترجع برك للمدير الفني أو اللجنة الموجودة اللي هي السكاوتنج الموجودة يعني شايف فيه أندية بترفتليه في شكل كويس اللي أنا لقتي تموحي السنة دي أجيب مثلا السقف بتاع تلعيبة من مليون لمليون ونصف فيه ناس منزنات كده فبيجيبوا لعيبة على قد الامكانات الموجودة أنت امكانتك أعلى من كده لازم أجيب لعيبة يطور لي أو يخلي لي الشكل تاقي أحسن من كده بس لازم أجيب أجيب اللعيبة اللي تتماشى مع فكر المدير الفني يعني أنا ما أجيبش مثلا إدارة كإدارة ما أتكلمش مع أي لعيب إلا بمخلال المدير الفني ما أفعش المدير الفني مثلا أنا أجيب إسلام وإسلام مثلا مش هيا أم فيها علعب مع اللعب بتاعي أو الطريق بتاعتي صح ففيه إدارات كتير كده بتجيب تروح جاب العيب مع ما أشتغلش مع الفكر المدير مدير بلهم أنا مش عايز وأنتو جابينه ليه فخلاص فدي مشكلة فعشان كده بنتكلم لازم لجنة موجودة أو مدير فني هو لحطت السيستم بتاعها عايز 3-4 عايز 5 عايز 6 عايز المكان ده هي دي اللي تخليكت تتعدى المرحلة دي خلاص المطش المصري الأهلي والمصري بتقامتش صعب طبعا مع هزيمة المصري في مباريات الكاس الرابطة وبتغيير المدير الفني كابتن ميمي نوع ما كملش وجيه كابتن علي مهن علي من المديرين الفنيين اللي بيقدروا يعملوا شغل جيد أمام من الأهلي طبعا هي خلي بالك الفترة فاتت من نادي المصري كان فيه استقرار بشكل كبير جدا يعني بعد كابتن ميو عبدالرازم كان موجود الموضوع كان الأول كان مختلف شغية كان عندهم مشاكل في النتائج كان ميو عبدالرازم قموسك الفترة فاتت كلها ما طلبش المطش الأخير اللي مم مطش الأخيرين أما مطش الأخير اللي هو بتاع 7 ميكها كاس رابطة فتتكلم من الرجل كان ماشي بشكل كويس وماشي وكان فيه حالة معنوية عالية جدا وماشي بشكل كويس ومكسب بالنتائجة كبيرة وكان داخل 5 في جدر الدوري فتتكلم كان عندهم سبات المطش الأخير اللي هو بتاع كاس رابطة طبعا دي الموضوع اختلف انت بتتكلم في بطولة فالبطولة دية محت الفترة فاتكوا لها الميمة الدرازي هاي رفع ليك اه طبعا الاندية جمهرية كابتالإسلام تكلم على أهل الزمالك إسماعيلي المصري تبتتكلم لازم أنا كل يوم في جديد لازم يكلم بها أكسب بطولة فنتخلي بلك بقى المصر لما يوصل في الحتة دي الكاس الرابطة دي يعني عانى بشكل كبير جد ونفسهم في بطولة بقالهم آخر سنة بطولة واخدنا كاس مصري من ما كان بلعب المويل العرب بالنهائي طبعا من أما كما نحاس بلعب تفهم ازاي النقطة فالموضوع مختلف فالفترة دي خلت كابتالي عبد الناس معين أنا بشفرك عليه والله يعني هو اشتغل رجل اللي بإمكانياته بشكل كويس بطور بس احنا ما اكلمك اللي هو كان بدأ بشكل كويس يعني بدأ من سمان جدا مع سموحة واشتغل مع المصر فترة فاتت واجتهد وبذات انت شغلت على عنصر النفس بشكل كبير خليت لايبه اتطورت بشكل كبير جدا فالماطش دو ترجعه النقطة الوراء اللي جاني نتكلم بس على كابتال علي مير لا علي مير عامل الفترة فاتت تفرف في الكرة المصرية مع فيوتشور بتتكلم لعيبة بتاري يخلق كوايدر بشكل كويس بتتكلم على لعيب زي اسمه دوت عمر كمال عبد الواحد بتاري يشتغل بشكل كويس وانا سمع اللي هو كمان ممكن ياخده المصر في حاجة زي كده في لعيبة كتير بتاري يشتغل مع عامشب كويس بتتكلم على الرجل اللي كان محترف في الإمارات أحمد رفعت باردك في كاميا بينهم ممكن يبقى بفترة اللي جاي بموجود انا شايف المصري مكسب ليه علي مهر بس في لعيبة خلي بالك مشت في لعيبة مشت فانت خلي بالك اللي هي النقطة كلها لو انا هجيب مدير فني كنت لازم اجيبه من بدري عشان هو هيقعد مع مين انا مثلا هقعد اسلام النهاردة لا اسلام مش يمشي يعني مثلا زيما هما فيه ناس مشت كنت لازم على القلي اخد رأي المدير فني اللي هيجي من بدري عشان هنجريندو واحد من افضل اللي عبين ومشي مش حاجة معقول بتتكلم مثلا مثلا وبتتكلم عن نادل الاسماعيلي بتتكلم عنها مدبولي برضك انا بقى تكلمك اللي انا عمتا المدير الفني هو اللي حرير هاته من بدري عشان يقدر يستسن من السن هو اللي يختار عشان بعد كده لما تيجي تماشي العيب يقولك انا كنت عايز دوت هرجع اجيبه تاني الملايين تم خلاص انا كنت تماشيته فهي دي النقطة لا علي مهر بشكل مميز عامل فرقة بشكل كويس متالي الفترة اللي جاية هيبقى فيه صعوبة المطش هيبقى صعب طبعا انت عارف حسية الاهلي والمصري والاسماعيلي لانده دي كلها فمتتحبش يتغلب الدم النادل فالمطش هيبقى صعب المطش بتتكلم عن مطش هيبقى فيه صعوبة ابرز الصعبات ايه مثالنا ابرز الصعبات الجيمة بمقفول او علي مهر برضك هيبقى زكي هو بيقفل لك الجيم بشكل كويس وبعد كده يعني التوفيق معا خطف حاجة ما خطفش حاجة انا طلعت النتيجة 1-0 ما عنديش مشكلة بس انت بتتكلمش هواش عايز يعمل زي مثلا المطش اللي هو بتاعكاس الربط اللي انا رح اللعمل لأهلي جيم مفتوح رح واخد 2-0-3-0 دي نتيجة عليها الشارع البورسعي دي يجي عليها بقى الدينا مختلفة تفايا من النقطة زي هو زكي شوية هو يقدر يقف عاللعبة اللي موجود عليه يقدر يعمل حالة التوازم بالدفاع والهجوم وهيقع لعب الهجمات المتد مش يعمل اكتر من كده بس انا ما اتكلمك عالقوة وعالصرعة والحاجات دي كلها المطش هيبقى بلغة الكورة رخم اللي هو في خبط كتير وجاري كتير فالمطش هيبقى صعب طبعا هيبقى صعب على الجاز الفني ده اه طبعا الصعوبة هتبقى على العلماء اه طبعا الناد الأهلي عنده ثبات وعنده ثقة الموجودة ومرسله كورونا يعني من نكلم لهو راجل عارف كل كبيرة اصغيرة مع الفرقة فيه تأقلم وفيه حب وفيه ثقة بين اللعيبة الموجودة اي حد هنزل يقدي انت لو جيبت مصطفى شبير هلعب ما كانش ناوه هلعب لو جيبت الجيب خلعت برازة ومحمد هنا هلعب عالي معلول ولا الدي بيس هلعب فانت ابقى كلمك اللي انت عندك لعيبة ما هنضمش مشكلة هو دي الميزة اللي هو عمالها الخسارة بتاعي تكسر ربك انا اعتقد ان مش هبقى فيه دغوط على العالي لانه في النهاية جاي قبل المطش بتالة اربعة ايام ما عندوش مشكلة ما هو لا انت جاي بيومين اللعندي يا جامهيري ما بتسألش لانت مساعة ما السلامت خلاص خلاص سلامت خلاص انت بقى انت المسؤول انت البتدير دلوقتي فاي وقت هيبقى الموضوع صعب الثاني حاجة انت الصعوبة اللي هو عايز يعمل حاجة كويسة صحيح يعني عشان نكسب سكهة الجماهير وانت خالبك بركة الجماهيرية هناك ما بتكسبهاش بسهولة لو كسبت سكهة الجماهير الاوليانية دي الموضوع مختلف لعملت اي حاجة هتمشي فالموضوع برضك هو عليه ضغط بشكل كبير عليه لوت بشكل كبير طبعا خمس القاب استطاع ان يفوز بيهم مرسل كورة خلال هذا الموسم كيف يستطيع ان يحافظ يعني انا في كلمة الكابتن محمود الخطيم ينبالح في الاعلان عن الشريك التعليمي ينبالح في المؤتمر الصحفي يتكلم عن الكورة وقال احنا اخذنا خمس بطولات ويمكن اخذنا بطولات كثيرة في الالعاب الاخرى ولكن اصبحت في التاريخ والقادم اصعب الحفاظ على هذه البطولات كيف يكون الحفاظ على هذه البطولات وانحنا بنتفرج على المؤتمر طبعا الكلام دي انا اخذ برضك حاجة من كابتن الخطيم قبل كده قالها السنة الفاتت لما النادل اقلي خسر بطولتين لابتتكلم على بطولة الدوري لما النادل اقلي خسرها والبطولات طبعا بتاعت الكاس فلما حتى النادل اهلي بعد كده خاطر البطولات فالكابتن حتى بيسألوه بالله يعني انت يعني النادل اهلي يعني التفوق الخمس بطولات اللي جابهم دول كلهم قال لعشان احنا كنا ابتنين نتكلم اعمالنا ورشة عمل اللي احنا البطولتين دول الاسباب اللي ضيعوا على البطولتين دول ازاي فانت بتتكلم اللي انت اي حد يقولك لا انا اخد اللي خمسة دول وانا دلوقتي انا نجم الشباك انت فهم تتكلم ازاي فلا انت بتتكلم على الاخطاء اللي كانت موجودة وبطريت تصلحها عشان كده النادل اهلي متفوق في كل الالعاب انت بتتكلم على العاب الجامعية السنة دي الانتاشر من اتنين وعشرين طبعا الالتفوق في كل حاجة بتتكلم على كرة القدم ما شاء الله اللعبة كلها كمان مش بطولات بس انت بتتكلم كمان على مستوى فني تطوير اداء اللاعبين ده مرسل للكولر عامل شكل كبير وانا وجدت بتتكلم اللي احنا بنتكلم على نجمل نجمل موسم او نجمل الشباك اللي موجود ادارة ندل اهلي كابتان حمود الخطيب مرسل للكولر صحيح اهم الاختيار اختيار مرسل للكولر خلي بالك كابتان اسلام مش بالسهل صعوبة جدا خلي بالك انت جاي بعد مسماني خد مسماني كان شغال بشكل كويس خد بطولات فانت اللي هيجي بعد مسماني لازم يكون يعني بلغة الكرة لازم يكون وحش صح فالموضوع مختلف اللي قرار لما انت تاخد القرار دي عشان كنا بقولك الادارة مش الادارة مش صعبة جدا وقرار في وهو انه هو يقول هذا الكلام النهاردة او انبارح يعني في المؤتمر الصحب في الشركة التعليمية اللي النادي الاهلي اتكلم عن ان زي ما قلت خمس بطولات خدناهم ولكن انتهت واصبعت في التاريخ مسئولية بقت اكبر واصعب على كل اللي عابين وعلى الاجهزة الفنية وعلى الادارة النادي الاهلي كل يوم في جديد انا بكلم inglaterie النادي الاهلي لسه من شهر ولا شهرين خد بطولة افريقيا بتتكلم الآن على كاس مصر بطولة جديدة النادي الاهلي لازم بيادار عليها بتتكلم على كاس العالم الاندية اللي النادي الاهلي بيخش فيها احنا بقعنا فترة بنخش التمسير المشرف ومناخد مركز تالي الندل أهلي تموح دلقات على البطولة عشان كده التدائمات اللي بتلاقيها تدائمات قوية تقدر تفيد الندل أهلي فأنا أرى كلمك ندل أهلي لا ندل أهلي كل يوم في جديد كل يوم أنت عندك تموح كل يوم عندك عزيمة اللي أنت تقدر نجيب بطولات للندل أهلي طيب بما أننا بنتكلم عن هذه المباراة الصعبة والمهمة جدا جدا نهاية هذه أو بعد نهاية هذه المباراة مما كانت النتيجة أنت عندك 15-20 يوم راحة أعتقد لللاعبين يعني لسه لم يتم الإعلان ولكن على ما أعتقد أنها هيبقى 15-20 يوم راحة أعتقد أنه وقت الراحة حيفرق كتير جدا مع اللعيبة يعني كل ما زاد هيبقى أفضل ده وجهة نظر ما عرفش رأي حضرتك أه طبعا أخلي بالك أنت اللعيب الكورو عمتا لازم فترة معينة فيه لعيبة في اللعيبة موجودة في الناد الأهلي وسط محط التشبع أنت بتكلم مثلا لو جنينك تقول بالأسماء كده بتتكلم عن الشيناس ومفصلش بس تقولوا لا أه طبعا بتتكلم عن المعزول مع المعزول ما فصلش أهل ديونج بيسافر وبيجي مع المنتخبات مع المنتخب بتاعه نفس كلام مع المعزول بتتكلم عن الحمد هاني بقى له فترة من نفس الكلام بتتكلم عن مران عاطية بتتكلم على أفشة بتتكلم على حمدي فتح ما كان موجود عبد السولية عبد المنعم بتتكلم عن العيبة ألا أنت عندها قوام أساسي لاحب بقى له فترة بشكل كويس فأنت لازم يفصل شوية عشان يرجع يوصل للمرحلة الطوف فرم بأعلى حاجة أنت بتجي مرحلة اللي عيب ما بريحش كده بسبب الأخطاء مش من نادي الأهلي الأخطاء اللي هي الموعيد المسابقات أو الطايم اللي كان حطه قبل كده الاتحادات أو رابطة الأندية الموجودة اللي كانت تحطى فنادي الأهلي كان السهل لك أكتر فرقة أستولوكة الثانية يا كابتان إسلام عد الأهلي تبتتكلم كل الأندية اللي موجودة كلها كانت بتلعف بطولة واحدة بطولة الدور المصري أو بطولة كاسم والسلام عليكم نادي الأهلي الوحيد اللي بيخش بطولة أفريقيا جاء من كاس عالم الأندية دخل في كاسم البطولة القديمة مع نادي الأهلي لعب السوبر السعودي القصد السوبر اللي هو كان السوبر اللي هو المصري اللي هو الكسبت فيه برامز رجع تاني على المنتخبات اللي نادل أهلي راحت مع المنتخبات فدي كلها لعبة من نادل أهلي لازم الفترة دي بتفصل وخلي بالك أنا واثق اللي لعبة من نادل أهلي هترجع أحسن من أول ليه كولر زاكي جدا في الموضوع الروتيشة من شكل كويس يعني عنده المضارب الأحمال الماشاء الله نمسك الخشب يعني لحد دلوقتي اللي مفيش ولا واحد نادل أهلي إصابة عضلية تبتتكلم من أول الموسم إيجي يمسك ما عندكش إصابة عضلية وده يرجعك لكابت الإسلام الأول يوم لما جيت لو أنت فاكر اللي مرسله كرة قال لك أنا عايز أشوف يعني أشوف قطة لبس نادل أهلي السوناء والمختص اللي استشفى عادة الشفاء أشوفها عاملة إيه؟ أي مضيفة يقولك أنا إيه اللي يوديني الحتة لي لا الراجل أول ما جاء أول عادت الشفاء ودائما بيسأل الأجهزة الجديدة اللي دحل عادت الشفاء دي جزء من البرنامج بتاع الخواجة يعني ده يبدو بتاعت الراجب بتاعت كل الراجب فعشان كده لما نزل من المطار لما إحنا شفنا حتى الصورة وجاءت قبل كده نزل شاف السوناء أخبارها إيه بتشوف اللي الجاكوزي أخباره إيه التدليق أخباره إيه الباور اللي بيشربوه لها بتاعات الشفاء اللي عاملة إزاي فده كلها دي ترجع الجزء الراحة دي جزء من التمرين فعشان كده أنا شايف اللي نادل أهلي لا ما شاء الله حتى كل الفترة اللي فاتت المتشرة الإكسرة طايم نادل أهلي متفوق تتكلم لعيبت نادل أهلي حتى الاندية اللي بتلعب قدامه كلها شد عضلي خلفية أمامية سمانة الحمد لله لحد دلوقتي ما فيش لعيب عنده أصاب عضلية فده ترجع لأحمال أو رجل مدارب الأحمال مع مرسل الكولر أو الجهاز الفاني الموجود مع مرسل الكولر طيب نادل أهلي بعد هذه المبارزة ما قلنا عشرين يوم أجازة وبتالي أنت معها يعني إنه يبقى أكتر لو ينفع أكتر من عشرين لا هو عشرين يوم في النسبة للعيب المصري أنا لو اللعيب أوروبي أقول لك ماشي اللعيب المصري برضك يعني أشب أتكلم عنها اللعيب الأوروبي بيقدر يشتغل أي حاجة يعني بيعمل أي رياضة تانية ممكن ليه بيعمل سباحة بيجريخة بيعمل جيم بيشتغل على نفسه انت فهمت اللعيب المصري بياخد فترة عبال ما يرجع تاني بصعوبة انت فهمت زي بياخد راحة سلبية فأنت شايفين عشرين كورة أسوأ حاجة في كورة القادرة من راحة سلبية اللعيحة سلبية أي خالص دي لأ لازم تعمل أي حاجة اشتغل تسباحة يعني اعمل تسباحة رياضة اعمل جيمة اميات تقويات والحاجات دي كلها بس ما تبتلش من تخش من رحلة الكورة فدي كلها أنا شايف اللي هي أكتر من عشرين يوم لا مميزين عشرين يوم مميزين بالفترة دي مع العيب الناد الأهل أكيد العقلية مختلفة طبعا المحلة شايفوه ازاي هل زي ما دايما بيقول او دايما دايما القاعدة الصعد هبط لا هو فيها دي خلي بالك عندها باع يعني انت بتكلم عن عندك المسلا المحلة بقاله زمن الزمن فأكيد لما يطلع بقاله تمثيل مشرف فطبيعي لازم يقوي الفرقة بتاعته أو يجيب العيبة الموجودة بلدية المحلة بلدية المحلة بس عندهم مشكلة اللي هو عنصر المادي صعب جدا فطبيعي اللي هو هيقدر تجيب العيبة اللي في الحجم بتاع أو في الريد بتاعه أو في الفلوس بتاعته انت بتتكلم عن الجونة اللي أنا شايف الجونة مختلفة الجونة ميزانية يعني عمرك يا كافتان اسلام هتقل عندية الجمهورية غير عندية الشركات عمرك ما هتوزي دي ابدا خلي بالك دي معادلة صعبة جدا الشركات عندها ميزانية وعندها فلوس بتقدر تشتري وتجيب زي اي حاجة لندية الجمهورية ما عندكش إلا واحد بس اللي بيصرف أو الغزل أو الناس اللي موجودة اللي كلها لازم يكون عندك قطاع نشئين قوة جدا ليه بقى؟ قطاع نشئين القوة ده تقدر يطلعك عشرين لعيب من الولادك انت هم اللي اعادو كنت عشرين لعيب وستلنا مثلاً أربع سنين خمس سنين ما بيش حاجة سنتين ويطلعولك مش على طول تضرابها وتطلع لا خمس سنين على قد تطلع بقى تحصد بقى اللعبة دي وخلي بقى لك خير الدليل اللي نتكلم عليه وهي أندية كمان مش أندية مثلاً جمهرية بتتكلم على إنبيه 90% قوام الأساسي تع إنبيه السنة دي ناشئين صحيح فأنت بتتكلم الأندية دي لازم تبقى عندها فكرها كده أنا هعادل إزاي لأنها عادر أخلي أولادي أو القطاع النشئين موجود أطلع لي لعيب مميز عشان أقدر أصرف بتتكلم على الجونة الجونة عندها إمكانات كبيرة جداً بس لحد دلوقتي السيستم مش مختلف أنا بتتكلم على السيستم على الجونة أنا شايف مدير فني مميز جداً والفترة الفاتت هو تعب من أكثر الأندية تعبت الداخلية لا أحد الداخلية ده كتأعجاز وخلي بالك أنت الداخلية أنت بتلعب عن نفسك أنت بس أنت تلعب عن نتاج الآخر بالزبط فأنا بقولك إعجاز فدي صعبة جداً لما أنت تكسب أسوان في أسوان ومستني مثلاً لو المحلة تعدلت غزلت عادل مثلاً يبقى الموضوع روح من إيدك فبكلمك اللي هو ممكن الحتة دي تتلاشى شوية اللي هو بتري يعلي الشريحة بتاعته ويحط السيستم مميز أو يجيب مدير رياضي بشكل مميز موجودين أيها الناس اللي كانت شغالة يقدر يشوف الميزانية الفترة اللي جاية هتشغل إزاي هجيب لعيب يعود لأربع سنين خمس سنين يبقى موجود معاي ما خليش الأعمار تبقى عالية كلها بعد سنة أو لسنتين الموضوع يختلف فدي كلها السيستنادي إذا جدت الكلام على زد أنا شاف زد سعر حقيقي للسوق المصر تبتتكلم فيه وكلاء اللعبين شوية بيغلوا بشكل كبير جدا بتخليه لعيب اللي هو بخمسة تخليه بخمسين تب لا ما أنا كان مثلا عارف اللعيب ده وتعطي سبيب تلفون وقوله تعالى كذا كذا إحنا إمكانياتنا واحد اتنين ثلاثة فدي بتوفر الجابي الكبير اللي هو اللفة الكبيرة انت بتلفها فأنا شايف زد زد شايف اللي هي بداعها بشكل كويس لعيبة حتى اللي خدوها من ناد الأهلي عندهم برضا عندهم روح البطولة عندهم اتربوا في قطاع السنتر في المصيون بتاع ناد الأهلي أو القطاع الناشئين في ناد الأهلي فهم ميازين عندهم الصقة وعندهم الحماس وعايزين يعملوا حاجة قوية عشان يقدروا يرجعوا ناد الأهلي تاني فدي تيديهم دافع أقوى فلا شايف زد بشغالها بشكل كويس يعني تدعماتك زدتها محطة بشغالها بشكل كويس أخيرا هل يستطيع ناد الأهلي الحفاظ على الدوري في الموسم القادم ووسط هذه التغيرات الكبيرة جدا من اللي بتحصل طبعا ناد الأهلي ما شاء الله بالفرقة الموجودة يجي انت تتكلم ناد الأهلي مثلا السنة دي أقوى خط هجوم أو خط ادفاع فأنت بتتكلم إمكاناته العيبة الحمد لله الموجودة وناد الأهلي حتى لما ترى يطور أو يجيب العيبة جاب العيبة اللي هو محتاجها بتتكلم حتى لما ناد الأهلي ما مش بيعمل أي سفقه وخلاص يعني ناد الأهلي برضك لما حتى بيقدر يساعد أولاده واحد زي حمد فتحي مخلص وقد الناد الأهلي بشكل كبير ناد الأهلي ساعده جاب اللعيب اللي هو اللي هو يحتاجه في المكان دوت فأنت مش بيدعمه خلاص فعشان كده أنا شايف ناد الأهلي قادر إن شاء الله مش مدة سنة ولا سنتين ناد الأهلي ثلاث سنين إن شاء الله باللعيبة الموجودة أو أربعة سنين على الأقل بالنفس القوام دي بيمرسله كده بالناس اللي شغالوا بنفس الشغل كده إن شاء الله أحسن حاجة إن شاء الله يا رب إن شاء الله ودائما نشوف ناد الأهلي في القمة دائما كما هو معتد أنا بشكرك شكرا جزيلا نجمع على وجودك معنا الله يبا استمتع بوجودك معنا أبو نسلم كلامك وطريقتك إن شاء الله يعني لو روحت حتى إن شاء الله الأيام اللي جاية أكلمك أول يا حتى دائما موجود معنا أنا سعيد طبعا هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل الأستاذ عبد الحكيم أبو عالم والأستاذ محمد جمال في ديوفة البيت الكبير سهلا بحضراتكم يا مرأوكو أعزائي المشاهدين خلوني أراحوا بديوفي في هذه الفقرة الأساتذة الأستاذ عبد الحكيم أبو عالم إزاك أستاذنا إزاك كابتين يا حبيبي كل تمام الأستاذ محمد جمال إزاك جيمي كله كويس الحمد لله أبو عالم سؤالي مهم جدا وحسأل حضراتكم الأول في رأيكم هو ده السؤال النهاردة الترند رأيكم في ريدا سليم بعد كده أسألكم بقى في بقية الأمور ريدا سليم صفقة مهمة جدا للنادي الأهلي بتؤكد إن النادي الأهلي بيشتغل بنظام مؤسسي اللي هو أنا بشتغل بجيب احتياجات مش قصص مكايدة إن أنا مجرد بجدور على صفقة إن أنا بشتغل نظام عايز أدخل في اللعب عشان فينا أنا بدور على إحتاجات الفنية بتكلم فيه لعب عن 23 سنة الراجل حدد مثلا مستر كولر حدد أنا عايز لعب طرف لعب جناح فكانت حط مثلا لجنة السكاوتينج مع لجنة التخطيط مع كابتنا حمود الخطيم حط مجموعة من الأسماء خمس أسماء رقم واحد ليه وكابتنا هارمز طلع يتكلم في الموضوع بقالك رقم واحد لأننا ريدا سليم المطشات تستند بتاعت كويسة جدا الرقم بتاعت كويسة جدا رقم 3 كمان سنه صغير ده بيفرق مستقبلا معاك فإنت بتحط الخريطة وبتتبع لستوب العلم في الشغل فدي صفقة مش جزئية إن أنا داخل مثلا نادي فأزايد عليها واخليها مثلا كذا عشان مجرد المزايدة لا الأهلي بيشتغل بالنظام الفني صفقة مهمة جدا 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 للنادي الأهلي والنادي الأهلي بيشتغل على الصفقات بتاعته بس ودي حاجة ما بيروحش هو أمام على فكرة أو حتى ريدا سليم لأنه يعني أنا اتكلمت لأنه الموضوع ده أنا بي يعني بيستفزني جدا جدا للحقيقة لأنه دايما يقولك يا أصلي الأهلي جاب إمام عشور عشان يكيد في جمهور الزمالك ومن اللي بيكيد في مين يا كابتن لما في صفقة انت خلاص خلصتها أو شبه بتخلصها ومعلن دلوقتي إحنا في العالم دلوقتي ما بيش في جزئية إن خلاص يعني من 15 يوم الصحافة المغربية وهنا كله عار واحد مسؤول حقا أنا بعد إذنك في سين مسافر للمغرب آخر 48 ساعة عشان يدخل يعلق عليك الصفقة لو لأنت كنت مخلص كل حاجة مع الجيش الملكي وبس مجرد رتوش صويرة راح تعلق عليك وهو مين اللي داخل مين اللي بياخد مكايدة ومين اللي بيزايد ومين اللي بيعمل هو ده كلام على فكرة أنا أقصد ممضوعيد عشان محدش يروح لدماغه لحاجة تانية يعني لسافر المغرب فلان عشان محدش يقول مثلا أنا أقصد كبتان أحمد حسميده خالص أنا أتكلم في وقعة واحد سافر المغرب والصغير بتاعته نزل الأهل بيشتغل نظام فني أنا عايز اللعب ده فبشتغل عليه زي ما احتاجت أمام عشور عشان حمدي فتح كان طالع خلاص جات له عرض فحطلت الأولاد بتاعتي أمام عشور لا فكرت فيه أنه زمالك ولا فكرت فيه أنه برامدس ولا فكرت فيه أي حاجة حطيت احتياجات الفنية ورقم واحد أمام عشور لا وعلى فكرة ما فيش منع ما فيش منع من إيه ما فيش منع من اللعبة التفاوض لعبة مفتوحة للجميع ده لو أنت محتاجه يا كابتن لا معانا لو محتاجه آه طبعا طبعا لا لا ما أقصدش طبعا من المفترض أن أنا بتعامل يعني ما عرفش لما عندك سبعة وانت جايب واحد تمانية وبتفاوض واحد يبقى تسعة هتروح تجيبه تعمل بإيه لكن أنا مش من عندي واحد بجيب واحد مكانه هو ده الموضوع أنا بجيب احتياجي لا أنا بتكلم من التفاوض جائس حقك على فكرة يعني أنا ممكن أنا نادي الأهلي بتفاوض ونادي عبد الحكيم أبو علم بيتفاوض ونادي محمد جمال بيتفاوض فأنت من حقك تتفاوض واللاعب هو في الآخر أو طريقة التفاوض بتاعتي هي اللي تخلي اللاعب تيجي لكن مش بنعلي مش رايح الموضوع خلص علي عليك واعمل عليك وابتاع عشان أحوه ده اللي حصل يا كابتن أنا بتكلم في الجزئي طب ده غلط أنا قولي ده غلط إن النادي الأهلي بيشتغل والدليل إن أنا بشتغل على الاحتاجية الفنية بس ما بشتغلش على حتة إن أنا بروح لجزئية كذا الصفقة دي كذا أخيرها كذا في النظام الشغل بتاع كذا ما بدخلش في صفقتك إلا لو أنا محتاجها فنيا يا لو مدربي شغل عليها من فترة فمحتاجها فنيا مش داخل على عليك كل الناس عارفة إن برمز مش محتاج ريدا سليم كل الناس بدون السيسنا عارفة الكلام ده لكن تدخل ليه نظام مكايدة نظام إن أنت بجرد بس بتدخلت ده إلى أهل مش أكتر من كذا يعني طبعا دي وجهة نظر أنا على فكرة دي وجهة نظر دي وجهة نظر وتحمل مسؤوليتها داخل يكايد على تتكلم على العيب من 2019 لحد دلوقتي أساسي في الجيش الملكي المغربي يمكن العيب سنة وزهار 23 سنة ولكن في خمس سنين واحد بلعب 115 مباراة مساهم في 58 جول فده رقم كبير جدا 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 هو مساهم فيه 58 جول من أهداف الجيش الملكي كمان قدر إن هو السنة دي يبقى شريق متوج ببطولة الدوري بعد غياب سنوات هو يكون عنصر مؤثر وأساسي في الفريق يكون مسجل 13 هدف ومساهم في صناعة 14 هدف بص حتى كابتر اللي أدره الفنية في الملعب هتلاقيها كلها بتناسب مرسيل كولر اللعيب الجناح اليمين اللي بيعرف كمان يلعب جناح شمال كمان بيعرف فيه بيجيب كورة من وسط الملعب بيقدر يطلع من وسط الملعب بيعمل زادة عددية بيعمل بيضربات سبتة عنده مميزة جدا 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 يمكن أغلب أهدافه ضربات جزاء وضربات سبتة ده يقول لك دي إنه هو لعيب بيقدر يفيد كولر نادر العالي بيبص فنيا بيشوف هو محتاج إيه الفترة اللي فاتته بيقدر يحققه إحنا بنتكلم على قصة إن انت بتتعقد مع صفقات تقيلة انت بتتكلم بما مع شهر لعيب تقيل لعيب أساسي منتخب مصر وخمسة عشر سنة فبص على رادة سليم هو الجوهرة دلوقتي الكورة المغربية تاني لعيب كاكيمة تسوقية في الدوري المغربي بعد إحنا عطيت الله باكليفت طبعا الوداد المغربي فانت بتتكلم على لعيب مؤسر في المغرب لعيب أساسي ولعيب رائع لعيب كمان جاي لعيب مستقبل فانت بتتكلم على تنين لعيب هيفيدوك فنيا انت بتتكلم على يعني مين ممكن كلاعيب يرفض النادي العالي بتتكلم على لعيب على نادي رايح دور أبطال أفريكي هو بطل دور الأبطال ثلاث مرات في آخر أربع سنين هلعب في كاس على المندية هلعب في كاس على المندين في الخمسة وعشرين لو كسب دور الأبطال السلادي كمان يشارك في آخر أربع سنين فانت بتتكلم على بطولات كبيرة جدا بالنسبة لك هتشارك فيها بيحاق كل بطولات المحلية بطولة السوبر طبعا والدور الأفريكي الممتاز فانت بتتكلم على عدد كبير جدا من بطولات انت محتاج أكبر عدد من اللعيب اللي يكونوا مناسبين بالنسبة لعيبتك يكونوا لعيبة فيها أولا انت بتتكلم على حمد فتحي رحل من عندك برقم كبير جدا قدرت انك تعوضوا بلعيب أساسي في منتخب مصر هو أمام عشور هو انت ما جيبتوش يعني أنا بتفهم أصدقاء عبد الحكيم اللي هو مكايدة انت بتجيب لعيب أساسي في منتخب مصر اللي هو لعيب يناسب النادي الأقل انت بتجيب لعيب أساسي في منتخب لعب في خبرات قبل كده بقى له خمس ست سنين موجود في الدور الممتاز بلعب في نادي الجماهيري بيقدر ان هو أكيد يتحمل ضغوط ولا ضغوط منتخب مصر اللي هي فاينال أمم أفريكي اللي هي باك رايت فانت بتكلم على لعيبة تقدر تديك فنيا في الفترة الجاية مش محتاج بقى وقت تتأقلم مش محتاج بقى وقت تدخل فيه انك انت تقول لا لا أصلح للنادي الأهلي ممكن جماهيرية النادي الأهلي ضغوط الجماهير ثم اختيار كولر انه يرفض تماما أي تعقودات الفترة الأول ما جاء للنادي الأهلي ويأجلها لما بعد ما يعرف بقى إمكانيات اللعيبة اللي معاه بالضبط لما يعرف بقى إمكانيات اللعيبة اللي معاه دلوقتي احنا شفنا اللعيبة اللي معاه أصلا باقت صفقات بتكلم على بيرس التهي بتكلم على العودة ترامر ربيع بتتكلم على عودة تشهد وتهاجم وتهاجم وقتها قلت الاستشفاء انت تدي اللعبة راحة وانت سفقات 13 صفقة ساعت انت ريحتهم دلوقتي انت خدت النتج بتاعك خمس بطولات فعشر شهور انت بتكلم على مدة زمانية ليلة جدا لازم ريحوا تاني لازم لعشرين لازم لازم لعشرين لازم لازم ريحوا تسابيع ده كوز جدا وأعتقد يفدوك الفتر جاية اليوم تلقي من 24 هو لم يتم الإعلان حتى الآن أعتقد أعلانه لا يعني مصدر لا لا أنا بقصد اللي أنا عارف أنا أخبر حاجة لنا أنهما راحة 3 يام طبعا قبل ما تش المصري بس بعد المصري خلاص في علم كرة القدم الآن الراحة زيها زي المجهود البدني الكبير على فكرة احنا صحفين وردك اقول لك معلومة الرجل قال لهم كده بالنص كولر احنا عشوالنا صحفين قال لهم أنا عارف كواس جدا انتم تشوفش عيلتكم عارف كواس جدا انتم عندكم ملل وزهق والموسم من شهر 9 اللي عدت بدينا لحد دخلنا دينا في شهر 8 11 شهر الكلام ده مش موجود في أي حتة انك تلعب 11 شهر ومتصلة في عدد بطولات كبيرة وتتنقل بين دول كدير ما الموسم الجديد هيا ملي فمحتاج محتاج 3 أسابيع تفصل وقال لهم كده في عدد يعني حتى مع الناس اللي كما تنتقد الأداء قدام الداخلية الرجل وجد نظره شايف ان اللعابة اللي قدامه مش قدرة طبعا 11 شهر المتصل في 7-8 بطولاتهم مع منتخبات بلادهم وسفروا بتاع فراجل نفس قال لهم كده ملاحية بل ايه سائعة على رأيك السنة اللي جاء موسيقى جاءرت بطاعتها كابتن كبيرة جدا واغلب العابة اللي دي طبيعي هتكون مع المنتخبات وراهم حاجات كتير جدا بس عزوات حاجة يمكن كلها في المؤتمر عجبني كمان كلامه او توجيه للجماهير او بعض انقاض في حتة ان هما بينتقدوه في قصة التغييرات وفي قصة التغيير اللعبين واللعب بالقسسين هو راجل يتكلم في نقطة مهمة جدا اه لا انا مش عارف ليه بيتم انتقاضي في ده طبيعي جدا انا باخد كل المباراة الحدى باخد كل المباراة انا عاوز افوز بيها مش شرط مين يلعب اي لعب يلعب بالنسبة لأي مهم وانا عفاك يا كابتن انا بشوف ان دايما مميز جدا انك تلعب بتشكلتك لسي ممكن مشكلة في بعض المنشط مشكلة ولكن هو محتاج يا كابتن يكسب محتاج يكسب الداخلية لو ما كانش يكسب في الداخلية ما كانش يكامل في كاس مصر صح لو المفاجآت ورده في كورة القدم ما فيش كورة القدم من غير مفاجآت وكاس تحديدا انت لو كنت يعني جول الداخلية كان يغار لك مجرم وورا وبرجيه يا قدو المصري طبيعي جدا نادل اه لا يلعب برضو بفريقه الكامل انه عاوز يكسب اول مباراة العالمير بقى في المصري وعاوز يبين لجمهور النادل المصري ايه زنعب بشكل كويس طبيعي جدا مهمة بنسبالك عشان تختم المسم بتاعك رايح للمسم الجديد محقق كل اهدافك واصل لنص نهائي كاس مصر اللي هو اللي هيتلاعب لسه في شهرة 9 قبل بطولة كاس سوبر المصر للأبطال مثلا بتتكلم على هو محقق انجازات كلها مع نادلالي محقق كل التارجل بتاعه فبشوف ان كمان نادلالي بيكافق بقصة الصفقات اللي هو محتاجها يعني التكتيم دلوقتي على الصفقات ما بقاش طبعا زي الاول بسبب الالام طبعا بقت صعبة ولكن برده كابتن الهدوء في كل الدغوطات دي كلها وان اللعيب اسمه بتعرف والهدوء وانك اللعيب مقتنع اقتنع تام انه هو ايه جينادلالي ده ببقى شيء كواز جدا عبد الحكيم برده عايز اسألك عن كأس السوبر للأبطال وشراكة رائعة الحقيقة ما بين الشركة المتحدة ومجلس ابو ظبي بصراحة كمان انا عرفت كده يعني هي فكرة رائعة نتبقى أربع سنين تمام بتجدد تعاقد انت كان بتصدف البطول وكمان الارباح المالية بتاعتها كويسة جدا لكل الاطراف لكل الاطراف لكل الاطراف يعني كل الاطراف مستفيدة مجلس ابو ظبي طبعا دولة المستضيفة هم ناس اخواتنا وتمالي يعني موجودين معنا في كل حاجة بس انا الحاجة الوحيدة بس انا المعاد يعني معاد السنة دي كمان هيبقى صعب المعاد المعاد اللي تقال مش منطقة اصلا نص العشر تعمل اخيرا من اكتوبر ده فترة نادي الاهل في الدورة الافريقية وده تم اعلانه على فكرة خلاص يعني هيعلن بشكل رسم خلال الايام فالفترة دي بالنسبة لك المعاد الوحيد المناسب هو واحد لتمانية اكتوبر اي معاد تاني غير دول هيبقى صعب جدا انك تلعب البطولة في اي توقيت تختار من واحد لتمانية اكتوبر ده المعاد الوحيد غير كده مفيش وحل ما لك لازل تكون خلاصت كاس مصر كاس مصر كده كده يخلص كاس مصر واجندة دولية في شهر تسعة وبداية الدورة ثم من واحد لتمانية بعد كده اجندة دولية بعد كده من انادي الاهل هيلعب في الدورة الافريقي بعد كده تروح في 11 اجندة دولية بعد كده تدخل تجمع منتخب تبقى عشرة كمان في اجندة دولية اه اه في يوم البراطين عشرة من يوم عشر اطوبر بالزبط لحد يوم عشرين لهو الاهل هيبدأ بعد يوم عشرين الدور الافريقي من يوم عشرين ل11 نوفمبر 11 نوفمبر بعدها بالزبط يوم 14 او 15 اجندة دولية مظبوط لحد نحاية الشهر بعدين ناد الاهل الاهل يروح كاس عامل اندي بعدها تجمع منتخب ام افرقيا بعدها تجمع منتخب لأم افرقيا يعني احنا ممكن ناد الاهل ما نشوفوش في الدوري العامل مصري الا فبراير لا هتلعب 4 امورات 3-4 امورات وتلعب في فبراير اه وتلعب بعد بعد بطورة ام افرقيا بس يا كابتر هو مستني دلوقتي يعني معلومات اللي عندي اللي هو السيد عبد الحسين مستني الكابة يعلن المواعيد بشكل تام بشكل كامل لكل الكلام ده وكمان السوبر الافريقي لاني قصة السوبر الافريقي بشكل لغاية فبراير مش هيتلعب بس يا كابتر لا لا منفروض في نص التاني من 9 بس هو ده اللي هيحدد بشكل كبير جدا لأقامة المتولة في معايد معينة من سبتمبر ازا جمعه اذا كان هناك هيحصل من يوم 15-16-17 ده مطش الاولاني في دوري الاتنين وثلاثين في دوري ابطال افريقي صح؟ مطش التاني حيب بعدها بعشر ايام بعدها بزبور او بعدها بزبور هم استني كابتن كل الجدوى اللي يروح له بحيس ان هو بقى يحدد الموعد ويعلونه بشكل رسم ولكن فعلا الموعد اللي كان متحدد او مقترح هو في كتوبر امتى في كتوبر احنا يسا مش عالفين فعلا ما فيش وقت بايغ من 11-11 لا ما فيش بس لها سؤال مهم جدا حاجة قلت يا كابتن اه ازا كان الكاف نفسه مش عالو مش عالفين حادث بطولات مش عالفين حادث مش عالفين حادث مش عالفين حادث يعني بجد والله العظيم احنا وصلنا المرحلة للاتحاد القري الاتحاد القري انت هنا قاعد مستني مطش سوبر مش عالف تعملي يجيه في يوم من الايام حاطيت كسة عاملة عندها في نفس وقت اجندة المنتخب وفرقية صح وتلاعب ده وتلاعب ده والنادي الاهل اللي هو قدير البطولة دي تحديدة النادي الاهل لو لعب قوام الرئيسي من اول مرة وكانتش لعبة جاية مرهقة كان ممكن وصل فينال بجد كان دي المسخة الوحدة اللي كان ممكن يوصل فينال بشكل وهي فإذا كانت حاد القري مش عارف يحدد طب احنا هنوصل لحد فين يعني انا كان معايا الزمل انبارح احمد ثابت وكريم قالوا لي نعم قالوا 150 يوم فقط هم اللي فاضين تقدر تعمل فيه الدوري العام والدوري 34 جولة الدوري العام 34 جولة لو حيتعامل يعني تاع 34 وكاس مصر القديم القبل النهائي والنهائي وكاس مصر الجديد وكاس الرابط بذلك كاس الرابطة يعني معادها خلصان بشكل كبير جدا هتلاقي وقت أمم أفريقيا وقت أمم أفريقيا فهدي هتلاقي بشكل طبيعي كاس مصر برضو خلينا متفقين ثلاث مطشط فهتتعامل يعني ثلاث مطشط هتتعامل بشكل سريع ثلاث مطشط هتتعامل 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 وخيبك أنت لازم تعمل كاس مصر طبيعي قبل كاس السوبر الأبطال لأ وكاس مصر هتتلعب على ما أعتقد قبل الدوري عشان فيتوريا أنا كاس مصر فيه رافق اللي قديم اللي أنت بتلعب فيتوريا عايز وقت برضو الموضوع ده محتاج ناس كتيرة جدا بتقعد تحط خريطة وتمسك وراء وقال و بتاعوا حاجة كبيرة جدا عشان كده أنا دايما والله العظيم بجد أنا دايما بحذر الحاجة عاملها زي بشوف أنه هو بيعمل حاجات يعني يعني مش بيقدي يعني هيعمل ايه بصك كبتورو الموضوع لسانا الجاية لما يجي تاسك لهم مئة أبعة وخمسين ماتش سوري مئة أبعة وخمسين يوم ولا مئة وخمسين يوم هتخط فيون كل ده في تلتمائة وستين من تلتمائة وستين طب والناس بتوعز اللعبة الأهلي لا بحاجة بيعزر لعابة الأهلي يعني لا لا جمهور الأهلي بيعزرهم لا لا أنا مش بتكلم عن الجمهور لا ما هو أنت يهمك إخر جمهورك لا يا كابتن يا كابتن يا كابتن أنا سيبص أولك على الحاجة الجمهور من حقه ينتخدك ومن حقه يشيد بيك طبعا ومن حقه يعمل اللي هو عايز طبعا الجمهور تعمل لبرا المعضلة ماشي خلا نتكلم في الإطار اللي عام بتاع المنظوم الناس كلها بتقطع في العادة الأهلي آخر مطشين طبعا طبعا مع حد فيكم كلف نفسه بص الناس دي لعبت فين وراحت فين وجات فين وعملت ايه احنا مش بندافع على العادة الأهلي بس امسك خريطة وورا أنا مش هقول لك لعبه كم مطش شوف زارو كم دولة وكم بلد ولعبه كم مطش ولعبه كم استاد ولعبه كم استاد وكم مدينة وفي أجواء ايه وضغط عصب ونفسه واناك تطلع من بطولة اهيه نفسك لبطولة تاني وما هم انتخب بلدك يعني مستوداء يروح جنوب أفرخة يرجع لك على القاهرة يلعب مع الأهل في دورة أبطال أفرخة بحك يرجع جنوب أفرخة يروح مش عارب نفسك جنوب أفرخة سعية يعني حاجة معضلة الراجل جاي من جنوب أفرخة مرة يا كابتن اتمرن تمرنا واحدة مع الأهل تمرنا واحدة بس ولعب يقولك في عدد مطشاط وينلعب مطشاط سعى على الرغم من أن الأهل عندما يتكلم هو بيتكلم وفقا للليحة أنا الليحة اتفقت عليها من أول السنة أنه لعب يومين والثلاث مباراة يومين والثلاث مباراة يوم الأهل بيلتزم بهذا كابتن اللي اتحايدة هيوض في العالم مفيش نادي في العالم يا كابتن لعب ضغط مباراة في العالم ما احنا قوله صح لا ده كمان حتة أنا مش بتكلم عن عدد مباراة الضغط مباراة إنك تلعب كل ثلاثة يوماتش ورا بعض ورا بعض بتحصلش ما بتحصلش يعني حصلت في ثلاث سين لأهل اللي لعب 11 مباراة في 33 يوم صح هتلي فريق في العالم سنة اللي فريق و السنة دي و السنة اللي قبلها هتلي فريق في العالم لعب الكمية دي مش عبط ما تشطره طول السيزون لا أنا بتكلم على إنك بتلعب 11 مباراة في 33 يوم أتحدى إن حد يطلع يقول من كل اللي بتكلم يقول للرقم ده ولو في جهاز فني يعني أنا أراشفق على كولر والناس اللي معا الناس دي بتشتغل إزاي وهنا برضو جيمي كان فيتوريا أعتقد انتقد بسا كابتون هو اللي أنا علمته يعني فيتوريا أكيد متدام الموضوع ده بس الموضوع ده ما خلهوش يعني عاوز يرحل يعني ما خلهوش عاوز يقول أنا هرحل عن منطقة بمصر بدليل العروض اللي بيتجيله وراجل برفضه يعني معلوماتي طبعا بعيدة عن عرض اللي جدل اتعرف وكان عنده عروض قبل كده عرض من الإميرات وعرض من النادي برازيلي وكذا عرضه أركام على فكرة عالية وكويسة لكن هو راجل مقتنع أنه لسه ما عملش حاجة مع منطقة بمصر يخليه يرحل في الوقت أنا مش بتكلم هنا أنا بتكلم على إنه انتقد أنا جالك بقى انتقد الوقت وإن اللعيبة بتلعب لحد شهر لا وحاجة تانية وإن اللعيبة كمال حد تتلعب لحد شهر تمانية فإن اللعيبة بتلعب لحد شهر تمانية وبعدين توقيت أمم أفريكا هو تكلم في الصحافة الإنجليزية على صلاح وعلى الموضوع بتاع أمم أفريكا والكلم في القصة دي هو قال ليه أمم أفريكا في نص الموسم خيب إليك وردو كابت أنت صلاح لما يجي لك من ليفربول دي مشكلة ودايما بتبقى مشكلة ابطولة رسمية ابطولة مهمة جدا وكل حاجة والكلم ليه ما تبقاش نهاية الموسم وإحنا شفناها قبل كده لما تلعبت في ستة وسبعة في مصر في 2019 ليه رجعنا تاني يناير وفبراير برضو أنا مش عارف برضو كنتم بتيجي في وسط الموسم واللعيبة بتبقى مجدأ بالنسبة لنا احنا كلعيبة مصرية تبتتكلم على لعيبة هتكون خلصت في تمانية هتاخد ثلاث أسابيع اللي هما في شهر وغسطس وترجع تاني تلعب تسع عشر احداشر اتناشر واحد وبدوافع مختلفة تبتكلم على لعيبة نادلالي مثلا خلصت السوبر أفريكي عندها دافع اللي هو الدور الأفريكي خلصت عندها دافع كاس السوبر مصر الأبطال خلصت هتخش في منتخب مصر أي لعيبة رايح منتخب مصر طبيعي جدا عايزة وصل كاس عالم والبداية في 11 قبلها عايزة يظهر قدام الرجل بشكل كويس في إثيوبيا وتونست بعدها برضو هيدخل في كاس أفريكا واستعداد والربطة مع الأندية ودي هتحصل للفترة الجاية لازم يتكلموا في كل المواطنة دي وياخدوا قرار هم شايفين إنه الأنسب الأندية بتروح ساعات الاجتماع ده وصلاح حكيم عارف بيقولوا إيحنا موافقين نلعب كل 3 يام ماتش بس الدور يفضل بشكل الطبيعي بعدين نرجع إحنا نقول لك إنه هذا صعب وبعد كده في ناس من الأندية تطلع تقول لنا نلعب كل 3 يام ماتش طب ما إنتوا كنتوا عاديين واخترتوا ده وبتقولوا ده هل أنسب يا ساعب حكيم أنت من وجهة نظر الأنسب إن دي خطوة كان طبعا نحن مش هنقول له الخطوة نتخفض عدد نديت الدور ودور المحترفين يتعمل ما حصل صح ودور المحترفين يتعمل وده هو عدد الآن دي متفقين فيه لكن ده ما حصلش انت دوقتي حدد حالي حصل دوره مجموطين الأنسب حاجة أو دور واحد لا بس دور واحد تبقى صعب عشان بص فيه النادي الأهل مثلا أنا بدي مسأل على النادي الأهل عشان أتكلم عن النادي الأهل عشان أتكلمش عن النادي تاني النادي الأهل باقي حوق التسويات بتاعته بمبلح كذا طبقا لكذا لمدة أربع سنين فما تجيش تجي تديرني في داخلي وانت عارف دلوقتي الظروف المالية الاقتصادية الدنيا صعبة جدا لكن لما تلعب دوري من دورين دوري مجموطين هتكمل العدد المباراة مش عدد المباراة أقل أربع أو ست مباراة بس لكن لما تجي تلعب ودور واحد بس نصه هيبقى ببرى أرضك مش ينفع حط علناته ولا حاجاته فانت كده بتدير الأنبياء زي النادي الأهل اللي بياخد رقم كويس من الدخل بتاعه فالحل الوحيد هو دوري من مجموطين ده الحل الوحيد هيرايحك شوية هيرايحك بس أنا بأنا هالك كابتن مش هتحصل احنا ما بنتفقش مش هتحصل الناس بتدخل الاجتماع عرفي يا كابتن أنا مدليه أريح النادي الأهلي والله العظيمة كابتن موضلنا ده هي يا عاكيم موضلنا بقوله دايما يا جماعة واحد بيقولك أنا جايب لعيب عشان أتعب النادي الأهلي موطول ما هذا التفكير هو اللي في دماغ الناس هتبقى عندك مشكلة مش أنت عملك مش دعوة هتفضل هم انت هتفضلوا تحت لأنه وانا طب ما أنا فكر في فريقي أنا أعمل ايه كويس خلي فريقي كويس يكسب الأهلي ويكسب الزملك ويكسب صح ولا ده ده لا فهمه يعني مزبوط لو الناس بتتميز صالح الكرار المصري هتدخل تتكلم طب يا عم انتوا هتدوني دور المجموعتين هنعمل ايه طب هنستفد ايه طب هيه إجابات من المتابيستة البيات طب هيه الخطة المديلة لكن الناس داخل ايه لا أنا مش هلعب المجموعتين أنا مش هلعب دور المجموعتين إذا كان كنا بتعترض لحد دلوقتي وبكرة احنا نروح للاتحاد رغم عدو كناية الجماعة العمومية ففي ما حصلش حاجة في الموضوع دلوقتي هم في أحد الفنادي اللي موجودين في الكهيرة اوه هتراح له هم عايزين يروحوا بكرة اتحد الكورة يعني هم هم القرارهم ان هم بكرة عايزين يروحوا تحد الكورة يعودوا جلسة ودية ويبدأوا من جديد بقى في أخذ إجراءات جديدة الجماعة عمومية غير عادية برضو عشان يلقوا دور المحترفين هايحسن موسيقى قبل ما نرجع لنظام الكورة هل ده يحسن موسيقى هايحسن 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 هيروحوا بكرة اللي أنا عارف اللي أنا عارف هايحسن هايحسن عايزين يعودوا جلسة ودية مع اتحد الكورة يتكلموا فيها بشكل عقلاني ويا جماعة احنا رفضين دور المحترفين اتحد الكورة هيعرض عليهم يا جماعة طب احنا عملين رعاية كذا للاندية كذا وانتوا هتاخدوهم في بداية الموسم هتاخد كذا وعملين خطة للموضوع بعيدا عن اي حاجة انا بشوف يا كابتال دور المحترفين هو كان لازم يطبق من عشر سنين فياته لا طبيعي جدا لننا متفقين على فكرة ان دور المحترفين كان يجب ان يطبق من سنوات كثيرة لانه هو الافضل لكورة مصرية لصالح الكورة مصرية ولكن طب والاندية الشعبية يا جماعة طب هايضون في نوس اذا كنت عندك معلومة ان تم تسوق ايه يا كابتال انا رتلت بالحالة لابل اللي عدت لا فيه والله الموضوع المسوق تلفزيونيا ورعاية ما اه ما حصلش لا يا كابتال فيه عروض شغال انه بشغالنا عليها كابتال وكرمه مع الاندية والارقام كمان وكرمه عندية باربع مليون جنيه وبتاعه وفيه بعض الاندية الشعبية طالبت برضه بيقوله كابتايا اربع مليون اربع مليون ده نهد انا دلوقتي اتحكى اتحاد كورة معلش كلينا اتكلم منطق انا كاتتحاد كورة دلوقتي علي 27 مليون جنيه الحكام مش عارف اتفعه مظبوط دلوقتي او 28 مليون جنيه ما تدفعوش مظبوط خلينا نحسنها من جانب الاخر تقوله اربع مليون في عشرين ادي تمانين مليون غير الحكام اللي حياخدوه قوله عشرين زيهم ادي مئة مليون يعني انا محتاج من الدوري السنة الجاية من دوري المحترفين ده مئة مليون هل في حد جيه اه طلب او طلب ان هو ياخد عدد مباراة عدد مباراة اللي حتزعى اصلا تجيب مئة مليون طب يا كابتن لا اما هو في عندك رعاية غير بس تلفزين طب بالعقل هو لو ما عندوش اوبشن رعاية او مش موجود لأوبشن هيطلع يتكلم او هيتكلم على اندية يقول لهم فيه فلوس كذا نعم يعني هو مسلا لو ما عندوش في ايده عروض موجودة وفقا ها يقول لهم اعتبق وخلاص لا انا اعتبق صعب جدا صعب انه بيكلم يا كابتن بيكلم في معايد كمان اعتبق اعرف الكلام ده لو نقول لك من السنة اللي بعدها على السنة هو مش موجود لكن السنة ده هو موجود السنة ده هو موجود ها في هي السنة ده هو موجود بدون تسويق ولا مسوق لا انا بتتكلم على المجلس الأن هاتف كورها نفسه لو هو مش موجود هو لك ماش هيقول لك اما هو المشكلات بتاعتك برضو. يعني لا ١��면** يعني عندي معلومة بعيدة عن المعلومة. انا بقول لك اني طب انا بس كأنت ام اكتفال. إلا رفض رفض ليه. لا مبقلوش رفض ليه. يعني الدين مبرر وases نطرفه. على فكرة ültem西 sets отнош look at. بالمناسبة. اغلبهم مش انديه شعبية. اغلبهم انا اتقبل انديه شعبية. زبط انا برضو اتقبل ان انديه الشعبية. لكن اغلبيت اللي بتاعتكلمو مش انديه شعبية. السلام برضو انا عندي وجه وكل الكلام ده حلو. لا وحاجة تانية ان هو يدخل برضو مداخيل مدالة دي. طبعا طبعا. لكن انا من ضمن المداخيل اللي انا هدخلها. الفلوس اللي انت هتدهالي. وانا برضو بتكلم مع حضراتكو بالعقل. بقيدر عن ايق حاجة جماعة. انا دلوقتي عندي حد يجيب مئة مليون. اه ولا لأ. ده سؤال سهل. حاجة. هل انا عندي دلوقتي اسلام شركة اسلام الشاطر مسلا تقدر تجيب لي تديني مئة مليون حتى ما بين بس وحقوق رعاية والكلام ده. مئة ملي مليون. ازا كان مثلا بطولة السوبر اللي هي ثلاث مطشاط جايب لك 50 مليون. انا انا بطولة سوبر. اللي هي اللي جديدة. اللي هي اللي جديدة. اللي هنالعبها. الداخل بس الابتحاد 50 مليون. عميبي فيه فرق ما بين اهلي. مش قصدي حاجة. ولكن انا بتكلم عن القيم التسوقية لهذه الفلوس. انا اكيد طلب اخدوا الخطوة دي يا كابتن. اكيد في اديهم. انا اولا معلومة عندي اني عندهم عروض. انا عندي معلومة اصلا عكس اللي انت بتقولها. ان العروض اللي عندهم مفاش. لا لا انا اعرف عرض. انا انا اتكلمت مع رسالة دي كتر جدا. انا اقلوله معروض. بكام يا فلو على فكرة. لا انا ما عرفش القيم. انا ممكن اروح اعرض اقولك 40 حديك يا عم 50 مليون جنيه. انا بالعقل انا هسوى 20 نادي. كام بطولة قسمك حتى من بس التلفزيون. طلع برا المواضي اللي خالص. خلنا اتكلم. خلنا اتكلم في الرعاية بتاعت المطشاط والفنلات والكلام. تعملك كام يعني رعاية. لا تا يا كابتن. انت بتكلم في 20 فريق على التشيرتات وفعلنات الملاعب. بتعمل ازايا تعمل كدير اكتب. مش. عموما اتمنى طبعا ان ده يحصل. اتمنى ان كل ده ياخد مش خمسة مش اربعة. انا كده انا بتكلم بالعقل يعني. احنا المهم. اعز عشر. انا بيعطارد بعيدا عن عندي الشعبية. بتاع قول لي مبررك. طلع عن عندي الشعبية برا الموضوع. قول لي مبرر اللي مش نادي شعب بيعطارد عليه. طيب اذا كان كل حاجة كل خطوة. انا مش اتكلم عن التحاد القرآن في كل المجالات الرياضة. في كل مجالات الرياضة. كل محدة عايز ي اعمل مشروع. كل محدة عايز يعمل حاجة. كل محدة عايز يعمل الفكرة. اعمل جماعية عمومية. ومش عارب مين. ووقف الدنيا. طب ده في نظام. تتطور ان. بس برضو انا بشوف ان برضو كان مفترض ان الموضوع ده من بداية وخلص ما يوصلش لمرحلة دي. كان لازم اتحد الكورة ويقعد مع عندي. طبعا. طبعا. انا معاك. انا معاك. لكن هو قصة ان انا سيبه مع عشر شهور وبعد. كده ارجع دلوقتي. اقول له. وخلي بالك برضو في حاجة صاحب حكيم يعني. ما يفعش عضم على اندية في اكتباع. ودي. دي حياة لازم اقولها يعني. ودي طلبت لنا كلنا وقول لم خلاص يا جماعة يجب انه دل يهردوكم. احنا نلجي دور المحترفين. والاندية تعلن ده. وبعد ما ارجع تاني يبقى الدور المحترفين. واحنا ما لم ينفعش اقدم اجلس ادارة مع احترامي لي ان هو يتخنق مع رئيس نيدي. لا ينفعش. لا 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 مكنة الاموم. لا لا لم عاش. ما عاش. انت مسؤول. لا لا. طب انت ليه بتقوله على حسن الشاحات مثلا. انا اقول له واحد ق على الرغم من هو تعرض لك وانت عارف وانا عارف بعد وعارف بالاسم وانезال الابcus واعلم بالاسم واللحصول لا انا عرف الجملة اللي لاتقالت والتقالت معلو فالي لا انا عارف الجملة اللي تقالت oka عن طال عالي لا لأ انت طالما قابلت انت كون في هذا الموقف وفي العمل العام وممثل بهذه على فكيرا باش تتكلم عن الواقع دي لا انا بتتكلم عن الواقع دي تحديد لا انا بأتكلم ان فيه ناس والله العظيم بتبقى صعبة جدا. على فكرة الراجل ده حاجة محمد الرافة من افضل الناس اللي التعامل معاه في حياته. انا والله ما ليه علاقة شخصية. لا انا انا عرف. بس انا بتكلم على جزئية ان في ناس. بس انا بكلم ان الواقعة حصلت. انا والله ولا تجمعني باي علاقة. بس انا بتكلم من وقع ان في ناس بتستفز زي واقعة علم علوم في الامارات. وزي واقعة اللي حصل مع علم علول. علم علول? لا تقلق جملة من نفس الناس. لا مش قصدي. علم نسك نفسه. طبعا. عيسين غلط. فكلنا زعلنا من عيسين. كنت قلقوا بعدين طبيعه ايه? اعتذر. وده الكلام اللي انا بقوله. انما عندما يكون. يعني مثلا من النهاردة. ما هو من ضمن الحاجات برضو. وانا اتكلمت حتى فيها في البداية. هو الناس اللي كانت طلعة تتشدق بالمبادئ ويسألك. قولك. انت ما تسألتش السؤال دك اهلاوي. قولك هو. فين اخلاقكو? فين مبادئكو? وشوفت حسين الشاعات عمل ايه? طب النهاردة حصل ايه? في مباراة جدا. غير الاعتراضات والضرب بالبوكس. وحاجات كتير. بقولك انتوا عايزين تتغلب. وللحكم. وللحكم. هل حد تكلم? هل حد بادر بالعقاب? هل حد بادر من النادي اللي هناك? حد بادر بالعقاب? حد طلع من كل الاسادزة. الاعلامين الكبار. الاصدقاء. كل حاجة. انتقد ما حدث وقال ان اللي حصل ده قد يسيء للعلاقات المصرية السعودية ولا المصرية اللي كانوا بيلاعب ومي. محدش هاي. ما نسعد لقاء عليها. لكن النادي الاهلي يقولك. مع النادي الاهلي كابتن كان اول قرار لي قسم من اللعيب. قبل ما اللعيب اصلا نسم خلص. قبل ما هتعرف اللي حصل. ولما رئيس النادي شاف ان القسم ازادت اكتر. زادت اكتر. كابتن محمود الخطيم الليحة. لا تمنح كابتن صاحب الحفيص في البندي ده ان يغرم اكتر من كده. يضعف. فلجنة التخطيط رجعت لها القرار. لجنة التخطيط لا اشافت ان ده دي مبادئنا ده. هل انتو بتتكلموا على المبادئ. هي دي مبادئنا ده. ده اللي انا بتكلم فيها يا سيزعب حكي. ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. قلت قلت كلمة كويسة جدا. كيف يحدث ذلك. واحنا الغد الوقتي انا يعني انا ما فتحتش السوشال ميديا الغد الوقتي. ولكن انا متأكد ان الموضوع حيلم. هي الوقاعة اللي ظهرت في التلفزيون بس كابتن. الوقاعة التانية اللي ما تقاليتش اخر. انا كمان بقولك بقى اللي ظهرت في التلفزيون بس مليش دعو باللي ما ظهرش. انا بكلمك على اللي ظهرت في التلفزيون فقط. ده حصل ده فقال النهاردة. عموماً هنتشوف ايه اللي هيحصل. لانه مهم جداً اللي انا السؤال اللي قادم ده. لماذا اولغيا منتخب منتخب اهل. عشان مفكر في منتخب مصر وفي توريا. لماذا تم تأجيل مباراة او مؤتمر بريرا. وهل بالفعل طلب تغيير بعض اعضاء اللجنة. انا ما عنديش معلومة في انه طلب تغيير اللجنة. بس انا المعلومة اللي عندي انه تم التأجيل لحين نهاية من الموسم بالكامل. دي المعلومة اللي عندي. ما عنديش معلومة مثلاً اكتر من جزئة انه هو فيه مقش فاضل. تمام. وانا ده كان خوفاً من الجماعية العمومية واللي حيحصلوا الكلام ده. لا مش الجماعية العمومية. هو القصة كلها بعد ازاك تغيير ستحكيم. هو اللي كان يعني هو كان خلاص المؤتمر يوم الاثنين. رجل كان هيعلن فيه انه هو الفترة الجاية هو المسؤول بقى عن التعينات. عكس المؤتمر الصحف اللي قبل كده. قال فيه الها رسمي. قال انا برا موضوع التعينات. اللجنة كابت محمد فاروق. وتوفيس سيد. وابو العيلة وكل الناس اللي بجودة معي في اللجنة. هم المسؤولين عن قصة تعينات الحكام. انا لسه جاي وبشوفه وبستكشف. ولكن من السنة الجديدة رجل كان هيعلن بقى انه هو المسؤول الاول والاكين عن التحكيم المصري. وانه خلاص خد كراءة. كان اعلن عن معسكرات للحكام. كان اعلن عن قطة كان يعرضه على اللعيبة الحكام اللي هتطلع الفترة الجاية. ولكن خلينا واضحين مع بعضه. واتكلمت كتير جدا مع بعض الحكام. في حكام مغطبانة طبعا بلا عشرة شونا متاخدش مستحقات. مش هما الحكام اللي حاليا بتشوفهم في الدورة الممتازة. مش البنة مش امين. لهم الحكام بتوع درجة تانية. والحكام دي كلها. بصدود يروحوا برا بياخد خمسة سبعة تالف دولار في المطر. فحتى لو ما بياخدش هنا بياخد درجة الحكام اللي بينزله درجة تانية دول عادتهم مهول. ومحتاجين اكيد فلوس. انت بتكلم في عشرة شهور برضو. عشرة شهور ده كتير جدا. وهما كانوا بيضعوا كده في الجروبات الخاصة بتاعتهم. طب يا جماعة خلاص طالما في وقت مرصح فطب ما احنا نروح نقول للناس ان احنا لينا فلوس ونقول الحاجات. لان فيه كزا واحد طبعا بصرف المستحقات وما تمتش. ولكن ما علمتوا خلال الساعات اللي فاتت ان يعني خلاص تم وعدهم ان هما هيتم صرف المستحقات اللي جاي ده. ولكن مش كلها. هيتم صرف جزء كبير منها وجزء كويس منها للحكام. يعني بطريقة اللي هم على طول تريحهم يعني وتخلي الدنيا ممكن تكون هادية شوية بعد كده هيتم صرف الباقي. وقعد مجموعة منهم مع بعض اعضاء اتحاد الكورة. عشان يتكلموا معهم بحطة المستحقات وان احنا عاوزين نصرف لكم. حتة التانية بتاعت التغييرات بتاعت لجنة الحكام? اه. دي حقيقة. والراجل مش قصة ان الراجل اللي طالب. هو طبيعي جدا ركبتم بعد كل موسم. في بعض اللهم اللجنة بتستقيل. انت عايز تجدد فيها السقا كالتحاد كورة وكرئيس اللجنة تمام. مش عاوز تجدد السقا فيها. ما فيش مشكلة. ولكن. انا مش طبيعي مع اله. ما عب بيشوف حاجاتي. ولكن ما علمته يعني ان فيه ترشيح الوقت خلاص. يعني بيتم يعني. مش جوه اتحاد الكورة بيتم كده بين مقربين من من الحكام والراجل برييرا وتاع. انا شابه على انت وصلت معاه وراجل قال لي ما فيش حد يكلمني راسمي. بس انا موافع طبيعي اشتغل. يعني هو مش رافد انه يبقى راجل تاني. مش موافع انه يكون موجود في لجنة الحكام. من الاقرب للرحيل اللي برضو يعرفته انه ممكن يبقى كابتن توفيق السيد. هو اللي ممكن يرحل عن اللجنة خلال الفترة الجاية. ويكون موجود ممكن نشوف جهة جريشة. ممكن ما نشوفهش. ممكن. ممكن نشوف وجهة تاني. ممكن. ولكن ما سابرة اصمان مش هي. بل انه يكون بعد بريرة. دي دي القصة بتاعت التغيرات لسه ما تمتشو شكل نهائي. ولكن في تغيرات هتبقى في لجنة الحكام. اعتقد يعني خلالي سبعان اللي جايين يعني. طيب اخيرا هل يعني دول المحترفين هيقام? هيقام. هل موضوع اتحاد الكرة مع الاندية حينتهي? في الجامعة العمومية والكلام ده. اعتقد انتهي. هيكلامهم معهم في رعاية وهينتهي. هي اكدولهم قصة الرعاية. والاندية خلبة كافتين برضو. ابتالي دولاتي فيها عندية من اللي كانت رفضة. ابتالي الترجع. خلاص. ممكن على اللي بيحصل النهاردة وجودهم في الفندق والكلام دي. بص هتاخد ازمة بكرة وهتعدي. بس دور المحترفين انا قلتلك بالحالة الابل عدد ده هيطبق. 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 مفيش مفيش تروع فيه تحت ازافهم الظروف. والناس شغالة في سكة. خلاص. هيتم تطبيق دور المحترفين. بالضبط. سيتم محل المشكلة اتحاد الكرة. بيني وبينك انا وجهة نظري لو اتحاد الكرة اصر على هذا الامر. اه شابو كبير جدا 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 نستحق اتحاد كرة القدم في هذه الحالة. ونعد نشيد بيه لسنة قدام. بصراحة. انا شايف. لانه لو عمل. عالس دي اول خطوة بس عشان ما نقفش. طبعا لا لا طبعا. احنا بنشيد لحد هنا. لا لا طبعا. بس في خطوات تاني خطوة التانية. ان انت هتعمل بقى بلان ان انت تخفض اندي الدوري وتكفر هزا ما انت عايز. وانت بتعمل دور المحترفين ليه? عشان كده بقى. بتعمل دور المحترفين ده خطوة اول. الخطوة التانية تخفيض دوري الممتاز الى اربعتاشر ما. ممكن اتناشر. مباشرة. ما ده لازم مباشرة على طول. مجرد ما تنطلت تعمل جماعة موية وتعرض الكلام ده عليه. ما هي القصة فشانك توقف عندك الاستبدي وشكرا. لأ. ده المفروض اللي بعدها على طول مباشرة. ادرب على حد والصف. ايه هتاجد. لا هتاجد دوري قوي. تخيل انت من تمنتاشر. بلاش اتناشر. تنزل اربعتاشر حتى. او يعني. اربعتاشر. 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 تعمل تحت على فكرة اربعة وعشرين دور المحترفين مش مش مشكلة. مش مش مشكلة. مش بالزبت كده. لان انت دول مش هيوقفوا بلا بطول طمام. ولا عندهم اجندة. على طول اربعة. ولا زمن الدول شغالين. ممكن على فكرة. حتى لو عملتم اربعة وعشرين تلعب خميس وجمعة بس. اللي هي وقت الاجلسات للناس. وهتلاقي مساحة من الوقت. وهتفيدك. هتلاقي مساحة من الوقت. حتى للبث في التلفزيون والناس. تخرج. طبعا. 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 وغير كده. منتخب المحليين انت بتعمله. لو انت تفرد المرشد دي. هتطلع منه على الاقل خمس ست لعيبة. صحية. يعني منتخب المحليين انت هتشاكينه تطلع منه من خمسة لثمان لعيبة من الاندية دي. عموما. اتمنى ان كل هذه الامور تنتهي في اتحاد كرة القدم. لانه كرة القدم المصرحية المصرية تستحق. مصرحية فعلا. مصرحية هي. مصرحية. اه. كرة القدم المصرحية كمان تستحق افضل من كده بكتير. ان شاء الله خلال الفترة اللي جاية. وان شاء الله يكون لو تم تضيق دورة المحترفين تكون بداية جيدة لما هو قادم. ان شاء الله. والافضل دائما لكرة القدم. شكرا بسرعة عكيم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أنا بشكر لحضراتكم شكرا جزيلا وإن شاء الله غدا حلقة جديدة من البيت كبير